بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة سنة 46.400 الهجرة 23 أكتوبر 2024 العديد من الفقرات والأركان في انتظاركم باش نكون حاضرة معنا الدكتورة ساميرا كربول المندوبة الجهوية للدوين الوطني الأسرة والعمران البشري باش نواصلوا الحديث على أكتوبر الوردي باش نحكيه على التغذية مع الخصية مريم الجندوبي باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي مع من يمثل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ايضا باش نكون حاضرة معنا سيس صحبي لعويديدي مدير مركز الفتاة الريفية ببوحجلة رفقة ريم البلطية المتخرجة من المركز باش نحكيه على اغتصاصات المركز على الأفاق اللي يفتحها خاصة للمتكونات ايضا ابراهيم ريحاني صديق البرنامج في موعده الأسبوعي القار ابراهيم مستشار قاضي الأسرة والمختص في قضايا الطفولة والأسرة باش يكون حاضرة معنا باش يكون حاضرة معنا ايضا سيري دا منصور مدير مهرجان النجع للفن النغم الأول هو في الحقيقة أساسا بصوت الفنان مرسل خليفة من إبداعات فنان القضية مرسل خليفة ولكن من أداء كرال جميل ومتميز كلمة معبرة جدا يا شعبي يا عود الندي يا أغلى من روحي عندي إنا باقون على العهد شعبنا في تونس باقا على العهد مع الوطن الكبير ومع تلك الأرض التي تهفو القلوب إليها الأرض التي بركنا حولها التي يصمد فيها شعب الجبارين منذ سنة وسبعة عشر يوما ولا ننسى أيضا الأشقاء في بلاد الأرض لبنان تحية لهم ونجدد الترحم على أرواح الشهداء ونحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون مزانا مواصلين طبعا في مواكبة كل ما يتعلق بشهر أكتوبر الوردي هذا الشهر اللي أقرم قبل المنظومة الدولية كفترة زمنية تتواصل لمدة ثلاثين يوم مخصصة لكل ما يتعلق بمرض سارة نثدي عفانا وعفاكم الله وشاف الله الجميع عليك كما قلنا في تقديم البرنامج تحضر معنا الدكتورة ساميرة كربول المندوبة الجهوية للدوان الوطني للأسرة والعمران البشري بنعروس صباح الفل واليسامين دكتور صباح الفل جميع المستمعين والمشاهدين نعم طبعا أنت بالأساس طبيبه ولكن الاختصاص فيه سميم الموضوع اللي هو يعني اختصاص طب وأمراض سارتنات وكل ما يتعلق بأمراض الثدي إذن هو البرنامج وطني واحنا بشكل دوري في التلفزة التونسية وخاصة في برنامج سباح الفل واليسامين معناها دائما على الموعد مع أكتوبر الوردي ولكن الأكيد أنه لكل مندوبية برامجها فيما يتعلق بديوان الوطني للأسرة والعمران البشري طبعا اللي هي ديوان هو معناها في علاقة مباشرة بهذا الموضوع لكل مندوبية طبعا برامجها ونشاطاتها وما أنجزت وما قامت به بشكل عام وبالأخص الفترة الأخيرة من شهر أكتوبر يعني مدة 22 يوم اللي فاتوا وما ينتظر هكا ولا يا دكتور هي المندوبية بتاعة ديوان الأسرة العمران البشري هم 24 مندوبية في كاملة الجمهورية يشتغلوا بنفس الطريقة وبنفس العمل نعم فما الجانب التفقيفي والتوعب وفما الجانب الطبي التفقيفي والتوعبي نخرجوا بالقوافة بالكينيك موبيل المساحات المتنقلة المساحات المتنقلة نعم بما فيهم القابلات وما فيهم المتقفات يخرجوا لجميع النساء بما فيهم النساء اللي في المنطق الريفية كما النساء اللي في المصانع النساء اللي تبدأ في الإدارات في البنوك يخرجوا يعمل الحساس التفقيفية والتوعاوية نعم وذلك عليش لأهمية الموضوع لخطر قد ما تقصوا به بكلي قد نبرعوا منه طبعا وشفاة متاعوا يكونوا أسر نعم وعليش يقولوا سرطان الثدي خطة سرطان الثدي هو أول سرطان بالنسبة للمرأة معنا أعلى نسبة صحيح هذا في مخص تونس أو فيك العالم في العالم أعلى نسبة إصابة بأي نوع من أنواع سرطان هي سرطان الثدي بنسبة للمرأة نساء نعم نعم مرأة على ثمانية تصاب ثمون العدد النساء في العالم تصاب بمرأة سرطان الثدي علايش الأهمية بتاع التحسيس والتوعية باش كي نحنا نحسوهم نوعيهم باش لمرأة تدخلها في في الانكونشيون تيح في الكرام تيح الوعي وفي المخيلة وفي الذاكرة باش وقت يجي وقت لي ما تتفقد روح أبارتير حتى منع ثلاثين سنة عشرين سنة دي ما تتفقد نفسها نعم على ذكر النسبة دكتورة قتلي امرأة من كل ثمانية نساء في العالم معناها فما في تونس أنا نحكيه في التونس آه في تونس هذا هو هذا يعليش حاب يتنسأل معناها هذه النسبة مقارنة بالنسبة العالمية أقل أو أكتر مرتفعة ولا عادة كيف كيف فماش تفوت فماش تفوت فماش تفوت لكنني ساب قعدة ترتفع ترتفع باشا عوامل لعله أهم هيقولولي التغذية تغذية اي طريقة العيش نمط العيش نمط العيش تلوث المواد الكيموية اللي ونا نستعاملوا فيها نعم كل ما يتبادلوا سلوكيات اللي معاش واحد معاش حركات حركات الدانية باشا هذو كل ما يتبادلوا دونك اذك دونك قلنا الجانب التوعوي والرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعية اللي معاش كمقبل معاش كمقبل هنا رجعين لها هو شهر نوفمبر هو شهر رضاعة طبيعية ديوين باش يخدم عليه باي يا تك صحة مهتنا هذي يتسمى بلغة العلم وانتي تعرف سكوب معناه سكوب شهر رضاعة طبيعية نعم دونك قلنا الحال الخدمات التثقيفية والتوعوية والخدمات الطبية اللي يقوموا بها القابلات والأطباء في جميع المندوبيات بصيفة عامة من الديوين من نساوش اللي عندو عام كيم اللي يخدم على على السرطان الثدي مش معناها سبيسيال مش كان شهر اكتوبر شهر اكتوبر نكثفو شنوف نعملو نقوموا بقوافل صحية نقوموا بأيام مفتوحة بتقصي سرطان الثدي مع المختصين في المجال بما فيهم طب النساء طب الأورام نقوموا ايضا بندوات علمية نعم للتثقيف والتوعية للإطار الطبي والشبه الطبي وفي على إثر هالحملات اللي قوموا بيهم هالقوافل نشوفهم لين نلقا ونسيلي عندهم نقولوا احنا كعبورة نحبشون فالثدي يعذوك ما نخذوهم طيب ش تقول ورم صغير ورم صغير ما نعرفوش هي ورم حميدي نجب يكون حميد رو مش كل الحاجة نخذوهم ونهزوهم بالحافلة متاع الدوان لديو المندوبية الجهوية ديوان الأسرة بالعمر البشري بأريانا ونعننا وحدة مموغرافية نعم نقوموا بالكشف وحدة المموغرافية موجودة كان في أريانا نعم نعم نعملو لهم الكشف متاحهم وإذا كان ثبت لي فما معناها تستحق معناها سرطان تنتجهل صالحها زيس نعم معناها لمرأة ما تضيعش معناها طبعا في كل الحالات والوقت السريعي يسر بتقعدش لمرأة بارش ما تفوتش لجمعة العملية التي كل تم في أسبوعين في أسبوعين نعم قلت لي لي تقريبا نفس البرامج ونفس الموعيد وإن كان بتفوت معناها موش كبير كافة المندبيات يطبقوا في نفس البرنامج لكن أكيد أنه كل مندوبية عندها شوية خصوصيات وشوية تميز على كل حال أنا حبيت نسلك معناها في الاثنين عشرين يوم اللي فاتوا فيما يخص مندوبية بن عروس ديوان وطني للأسرة والعمار البشري ببن عروس ما الذي أنجز هذه كما قلت لك الحملات التحسيسية والتوعوية قمنا بها على كامل الولاي بما فيهم المصانع البنوك مقرات العمل معنا بشكل عام خاصة أو عامة عامة صحيح حتى الفتيات اللي في المبيتات زاد وصلنا صحيح على ذلك الفتيات اللي في المبيتات قبل كنت المعلومة اللي معظم الناس ربما يعرفوها كونه سرطان الثادي نبدأوا في الكشف إثرى انقطاع بين دفرين ما يسمى بالطمس لكن ما عادش دوها ولا من سن مبكرة جدا من سن مبكرة خطر عنا خاصة حتى من 18 سنة دكتورة يقول لا مش 18 تقريبا ابتداء من عمرو المموغرافية اللي والواحد نقوموها أبرتير من 40 سنة حسب البروغرام الناسيونال هذا مبدايا إذا كان عنا عام الاختطار إذا كان عنا الوالدة أيوة عوام الاختطار هي وجود حد من العائلة أصيب بهذا المرض نبدأ خمسة سنين قبل آه خمسة وثلاثة خمسة سنين نبدأ مثلا لهم جاءها خمسة سنين آه خمسة سنين قبل السن اللي أصيب أحد أفراد العائلة بهذا المرض نعم هذيك وضح بالنسبة لل اللي أنجزته المندوبية بن عروس عملنا يوم مفتوح سبتليفات أشرف علي سيد دولي بن عروس نعم استقطبنا فيه ما يحاول أكثر من مئين كل مئة وخمسة امرأة بحضور ثلة من الأساد الجميعين من صلح عزيز ومن السرفيس من قسم الولادات بالياسمينات نعم تلقينا حالات ثم عندنا معنا زيدا كشف بالصداد الدكتورة فوزية زيدا بن عمارة كيف مشكورة زيدا جيت وعملتنا لزيكوغرافي هذو ما كل منتوعي منتوعي يعطيهم الصحة وتحية ليهم مشكورين لقينا خمسة حالات خمسة حالات خمسة حالات على مئة وخمسين حالة حسب التقريب تقريبا هذو ما اللي فيهم لقينا الورم نعم هذو ما قمنا بتوجيهم إلى رينا باش يعملوا الماموغرافيا باش يعملوا ناخذوا العينة وبعد إذا ثبت لي هو ورم عليها خبيث مش التجهل صلحة عزيز واضح هذا معناها من أهم النشاطات اللي قامت بها المندوبية الجهوية لدوان الوطن للأسرة والعمران البشري بي بن عروس في علاقة طبعا بأكتوبر الوردي مازال أسبوع ظهر لي نشاط متواصل مازال هذا عندي في المروج في المروج شعرنا في المروج يوم مفتوح يوم مفتوح بربي اشتعميما للفايدة دكتورة ديما ماذا بين الحد الزمان والمكان المقر متاع المركز ديوان الأسرة والعمر البشري بالمروج بالمروج على الساعة التاسعة صباحا باش نعملوا يوم زيدا مفتوح كيف كيف بإشراف إن شاء الله المروج الأول مروج ثلاثة مروج الثالث وانتي ماشي المرشي لقروق باية توضيح البساطة باية بساطة باية وانتي ماشي أو ماشية بشكل عام المرشي الجروت معتها معروف مقر المركز المحلي الديوان الوطني الأسرة والعمر البشري كيف كيف كشف الصداز ده متطوع سيمورة بن يونس ويكون معايا إن شاء الله أستاذ خالد رحال الكشفة ده تهزه الجهاز معاكم همنا جهاز الديوان عنده جهاز متنقل معناها شاحنة متنقلة في هالجهاز شاحنة عبارة على عيادة متكاملة فيها تجهيزات كل تعال ديوان ديوان عنده شاحنة بركة دكتورة ديوان شعنده عنده شاحنة بركة من هذا النوع هذه شاحنة بتاع الليكو معنا برشة شواحن برشة شاحنات برشة شاحنات مغير مغير يكو مجهزة معناها كل شي فيها خلف الليكوغراف نعم من عرش شنية الإضافة ولا الدعوة ولا رسالة تحب توجهها ولا إذا كانت حب تشكر إذا كان المجال مفتوح ليك الكلمة ليك دكتورة نقول لإنساء اللي مريضة ربي يشفيها ربي يشفيهم وربي إن شاء الله يفرج عليهم ما تخافش نقول لهم ما تخافش خلال البنات تقول لك اينا توبش نتفقد ولا بش نمش نصور توبش تتحل فيها فترية نعم وولادي وعائلتي ومشاكل وفم تخالي هيكيكة نقولها اللي ما تخافش بالعكس قد ما تفيك به بكري صحيح قد مراه حتى الشفاء يكون تقريب تسعين في المئة صحيح وحتى العلاج يختلف نعم من سانتي لسانتي يختلف اي ما معناه من سانتي لسانتي مثلا احنا كنا وقت بجيت أنا في التسعينيات كان ننفقه بالورن في الخمسة سانتي معناها طوله خمسة سانتي خمسة سانتي الكبر اللي احنا وقتا ما عاش نحكيه على الدواء والينا نحكيه وقلوا على سورفي معناه امل افما شوية باسيس امل في الحياة نعم تول الحمد لله تولي الثقافة ما شاء الله ما سابس صارت نتكل تولي كما صارت نتكل امين يا ربا ورب يعفينا ولينا وضعتنا لثلاثة ثلاثة سنتيمتر به كان نولي ونزيد ونهب توقيم البلدان المتقدم نولي وحتى نفقه به ما غير ما يضدر الورم نعم احنا براه ودكتورة كان يتمدي في اي مؤسسة كانت ابتدائن من مؤسسنا وانتي ماشية الحمد لله احنا في نسبة اخير برشا ما لكونا في بواسط الوعي والنس كل شو رحي الكل مش الديوين الصحة النيس كل تحسها اكتوبر روز معناها ناس كل تتحرك فيه اكتوبر الوردي الوردي ناس كل تتحرك فيه ونساوي اللي تفاق قبل ما تعرش قبل تجيك تبدأ بثدي متاحها برتيك مو ما تعرفش بيه هو معناها الوطن تول حمد لله يا ربي ان شاء الله من حزن الى احزن ان شاء الله ديما فما كان الخير شكرا لك الدكتورة ساميرا كربول المندوبة الجهوية للديوان الوطني الاسرة والعمر البشري ببن عروس عندكم مترفي بن عروس دكتورة عنا مترف برشا مترف خيري يوم الصباح انتي جاية تمام ترف والسيارة الوظيفية امورها واضحة توصل لكن ماشي حالة ملائمة مسلش في المباشر من حقك ديما نفتح القوس هذا ديما ما تثار مشكلة السيارات الوظيفية يعني الدولة راوك تعطي المدير ولا مدير عام ولا كهيت مدير سيارة راو مش منها ولا مازية راو راو المسئوليات والعبالة تحملها تستحق مش سيارة تستحق احيانا طائرة هليكوبتر فهمت وما هاشي خسارة فيه معناه لانه يمكن يمشي للقطاع الخاص تويعطيوه ثلاثة أربعة أو خمس سيارات موجودة قوس نغلقوه شكرا لك دكتورة نواصلوا مع علش سألتك على الأمطار لانه معنا على الخط الصديق والزميل العزيز سيعبد الرزاق الرحال المهندس الرئيس بالمعهد الوطني لرزد الجوي ورزد طبعا هو رزد لأهم وآخر المستجدات في ما يتعلق بالأمطار والأحوال الجوية صباح الفل والياسمين سيعبد الرزاق سباح خير سيزياد سباح خير مشاهدية الوطنية واحد نعم ماذا هناك سيعبد الرزاق على المستوى الوطني فيما يتعلق بالأحوال الجوية والتوقعات نعم فعلا هو متابعة للعوامل الجوية منذ ثلاث أيام والحمد لله والغيس ينزل بكميات متفاوتة أمطار غزيرة شملت أساسا المناطق الشرقية وكنا يوم أمس أشرنا أنه خلال الليلة الفارطة باش أمطار تكون غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط إلى غاية جيدة السفاقص وأكبر كمية سجنها 189 مليمتر بسدوة درمل من ولاية زغوان و122 مليمتر بسوسة المدينة وكانت أيضا بكمية هامة بالمناستير المهدية السفاقص تراوحت الكميات ما بين 20 إلى 90 مليمتر وفيضان بعض الأودية وكانت الأمطار هذه ساهمت في سيول في الولايات التي كنت تذكرتها أيضا أمطار ما حد تعتبر بكمية هيلة بالقيروان كذلك بجهة سيدي بوزيد عنا بالقيروان 57 مليمتر بشبيكة 53 وبسيدي بوزيد وصلت إلى 47 مليمتر بالمزونة وبالنسبة لليوم هذا هو المهم في هذه المداخلة إلى حدود منتصف النهار تقريبا ما زالت العوامل الجوية ملائمة لنزول أمطار محليا غزيرة وأخص بالذكر وليتي سفاقص والمهدية حيث تصل إلى حدود 70 مليمتر هو أمطار غزيرة بجهة الجم الحنشة من وليتي سفاقص وثم حتى فايضان بعض الأودية بمزال ود شعال في حالة فايضان وإلى حدود منتصف النهار والمهم هو تقلص في هذه التقلبات الجوية بداية من ظهر هذا اليوم اليوم العشرية إن شاء الله ستتظر شمس فترات تتخلى لها سحب حيانا كثيفة وما زالت بعض الأمطار معناها هذا الشيرولو معلومة أهمة أيضا أنه في خريطة اليقظة ما زلنا تحت اللون البرتقالي اللون البرتقالي هي اليقظة الشديدة بسفاقص المهدية المنستير كذلك سوسة نابل ومحليا أيضا جهة زغوان خاصة بالمعتمدية الشرقية منها وإن شاء الله بداية المنتصف النهار سنتحول من اللون البرتقالي إلى الأصفر معناها نشير إلى تقلص في هذه التقلبات إن شاء الله وهذا ما منعش أنه بعض الأمطار تنزل ببقية الجهات شمال الوسط وكذلك بمناطق الجنوب بكميات ضعيفة إلى متوسطة إن شاء الله الأمطار هذه تبقى غيثا صيبا نافعا وكي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا ويشاهدوا فينا ويسمعوا فينا المشاهدين أنه بربي إذا كان ثمى واد في حالة فيضان ولا ثمى إجراءات وقائية وبالمناسبة نسمى هذا التنسيق وهذا التواصل والتعاون ما بين الأطراف المعنية بسلامة المواطنين ومتلكاتهم أخص بالذكر ديوان وطني حماله المدنية الوزارة الداخلية من حرس مرور شرط مرور أيضا وزارة التجهيز وزارة البيئة وأطراف أخرى ما يمكن تبقى تخدم في الكواليس تخدم في معناها وزارة البيئة سي عبد الرزاق خاصة أن ديوان وطني للتطهير أي الكل وره حتى وركالة حماية الشريط الساحل وغيرها من الركالات التابعة تم أطراف أخرى ربما ما نذكرهمش لخطر في سلامة الواحد للبداية الكل وتعرفوا الأمطار هذه عنا سنين والحمد لله وهذا هو الخريف في بلادنا نعم هذا هو الخريف من ناحية المناخية نذكر أنه الأمطار الغزيرة راهي اللي تثبت في فيضانات نزلت في شهري سبتمبر وإكتوبر الحمد لله شهر سبتمبر كان طيب وشهر أكتوبر أيضا ومازال الخير مش نعملوا استقرار لمدة يومين كاكة ثلاث أيام وعودة من جديد إلى الأمطار وإن شاء الله يا رب الشامل الغرب يأخذ نصيبه في الأيام المقبلة إن شاء الله بحوله شكرا لك المهندس الرئيس بالمعهد الوطني للرزد الجوي سي عبد الرزاق الرحال ونجده الشكر والتحية لأطراف المتدخلة لكل حرس مرور شرط مرور حماية مدنية دوين وطني للتطهير بلديات الناس اللي معناها على قدم النواساق جندة معناها الحقيقة منذ ساعات الصباح الأولى وفي مشكون ليلة النهار وفي مشكون يصلوا الليلة بالنهار لحماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات شكرا لكم جميعا ونجدد الشكر والحمد لرب العزة سبحانه وتعالى على هذا الغيث ونقولوش الغيث النافع لأنه الغيث هو المطر النافع كنقولو الغيث النافع تولي المطر النافع النافع قوس نغلقوه ما زلنا مواصلين في الاستضافات طبعا باش يكون حاضر معنا سي محمد صحبي لعوي ديدي مدير المركز الفتي التريفية ببوحجلة رفقة إحدى خارجات المركز وهي ريم بلتي بعد قليل نجد تحية مرة أخرى وإذا كان التكرار يقلق البعض من المشاهدين نعتذر عليه نجد تحية لأحفاد صلاح الدين لشعب الجبارين مرة أخرى قلنا حاضر معنا ومرحبا بيه ويعطيه صحة اللي تجش مع عناء الانتقال من بوحجلة إلى العاصمة إلى المقر المركزي للتلفزة الوطنية تونسية في مثل هذه الظروف والأحوال الجوية وكان في الموعد سي محمد صحبي لعوي ديدي مدير مركز الفتيت الريفية بيه بوحجلة صباح الفل ولياسمين سيد المدير صباح النور لك ولكفة المشاهدين شكرا على الاستضافة نعم يعطيك صح العفو هذا واجبنا تحيتنا لك تحيتنا لكل إطارات وأعوان ومنتسبي المركز ولكل أهلنا الكرام في بوحجلة أينما كانوا سواء كانوا في بوحجلة ولا في أي مكان من العالم جات معاك ريم بلتي اللي هي خريجة المركز ذاتنا نحكي على تجربتها المتميزة صباح الفل ولياسمين صباح الخير صباح الخير والفل ولياسمين أنت أساسا مش أصلت بوحجلة لا لا أنا مولودة في تونس والأصل من من بوسيل من بوسيل ولكن بحكم الزواج سقريتش بوحجلة واجت جات تكوين في المركز واجت الالتحاق والاختصاص والأمور هذه كلتا ناخد عليها فكرة إذن سيد المدير لو تقدمنا المركز في معناها ببعض المعطيات والتفاصيل والأرقاب بالنسبة للمركز تكوين الفيتاتريفية بوحجلة نعم وقع إعادة تأهيله حديثا وعاود افتح أبوابه للمتكونين في السنة الفارطة في مفتتح السنة التكوينية الفارطة 2023 2023 2023 نعم وتخرجت أول دفعة من أول دفعة في المرحلة الثانية في جديد صحيح في جديد هذه العبارة المنشوذة نعم من المتكونات في جوان 2024 منهم ريب لا هذه متخرجة أقبل متقبل خطر لو نرجعوا له بتاخذوا فكر على تجربةها بالنسبة للمركز حاليا يأمن زوز مستويات من التكوين مستوى شهادة مهارة اللي هي تطلب مستوى سنة سابعة أساسي نعم ومستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي تطلب مستوى تطلب مستوى دراسي تاسعة أساسي منهت نعم عدنا زوز اختصاصات بالنسبة للسي سي الشهادة مهارة في غراج المنشوزة وغير المنشوزة سرتيفكات دو كمبيتنس هكذا أي سرتيفكات دو كمبيتنس خطر سي ابي معروفة سرتيفكات دو كمبيتنس دو كمبيتنس دو كمبيتنس دو كمبيتنس دو كمبيتنس بالنسبة للسي ابي عاون في صناعة الملابس نعم يعني الاختصاص أساسا هو في معناها كل ما له علاقة بنسيج وخاصة صناعة الملابس الاختصاصات الاثنين معناها عاد مبدئيا عاد نزوز اختصاصات هذو معلش هذا الاختيار سيد مدير معناها المحيط الصناعي متاع ابو حجلة فيه معناها ما يمكن ان مقارب هذا ولا كيف هو الوسط اللي فيه المركز يفتقر للنسيج الصناعي بصفة عامة نعم وهذو ما يطلب فيهم في الملاطق الصناعية المختلفة في البيض ويسنسي المو في السحل حتى الاستاج يمشي ويعملوا غادي وعلى نفقة الموسط يقول نجي ونزوهم ونسكنهم ويعملوا استاج حبوا يكونوهم بشي اما لن في انتداب هما من بعد واحنا ديجاء الفوج لتخرج عامناه الفجوان في الحفلة متاع نهاية السنة حفلة التخرج استادعين الموسط الصناعية وقاع في يومها ترونة جوان معنا امضاع عقود تشغيل وجو ممتاز والخريجات لكل دخل في شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية مدة الدراسة هي بنفسها من سبتمبر لجوعة بالنسبة لشهادة المهارة سنة من سبتمبر لجوعة سنة كامل سنة تكوينية نعم وبالنسبة العون في صناعات الملابس سنة ونص اه سنة ونص ونواصل تقبلوا فتيات وفتيين فتيات فقط هو مركز اي صحيح احنا طلبنا طلبنا باش طلبوا باش يولي باش يولي مركز يقبل معنا الجنسين على خطر فم الطلب اي وبالاضافة احنا ناوين ان شاء الله في دولة فيفري القادمة اي باش ننطلقوا في زوز اختصاصات جدد في مستوى شهادة مهارة عون في صناعات المرتبات اي وعون مطبخ عون في صناعات المرتبات وعون مطبخ هتا نرجع نعم هتا نرجع لعدد الاماكن المتاحة معناها للتكوين وعدد الخريجين والافاق معناها افاق ما بعد التخرج ها باش تحكين عليها ريم ريم ممكن تقول لي معناها وليت من بنات بحجلة بحكم الزواج هذا يعني انك تكونت اثر الزواج والاستقرار في بحجة هكا عملية تم بضر اي فالا دخلت على الفيسبوك وكل قلت عليش لي دخلت رسمت في السنتر بتاع الفيتة الريفية عملت شهد مهارة ولا كفاء عملت انا كفاء مهنية وعملت شهد مهارة عملت مهارة من الأول ومبعد كفاء مهارة وبعد افبت كفاء مهنية اي 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 اعملت هذه حتى الشهد معنها جميلة ومظهرها معتها شهد مهارة اي بالكوير بالكوير اي اي وعملت دورة سيفية في بيع ثين مشاريع اي هذيته نجيهم بعد قريط الاختصاصين الاثنين اللي كن يحكي عليهم السيد المدير اللي هم اختصاص الهدية تسمى بيكوغ هكا خياطة عملت اي شهد كفاء شهد مهارة لأ وما قرأتش سيا بي اي اخذت بعد مشيت اجرات اختبار اي في اثبات الكفاءة المهنية اثبات الكفاءة المهنية اي باش نجم تتحصل على قرض وباش نجم به اي بعد ما عملت بعد ما نجحت في اختبار اثبات الكفاءة المهنية اي شو عملت بالضبط ريم عملت دورة سيفية اي ومبعد مشيت اهدية مكتوبة بالعربية في الشهده اي اقرأ هلنا اقرأ هلنا دورة بعث المؤسسات وتكوين الباعث المشاريع دورة بعث المؤسسات وتكوين باعث المشاريع المشاريع وين الدورة هذي تصير هذي تبعبير الشغل مكتب التشغيل والعمل المستقل اي ب بسجع مربو حجل بسجع مربو حجل اي نعم هو على عين المكان في الغادي تيتم التكوين في لابس البلطة هذي كفاءة المدية هي فيدها اي كل وبعد عملونا احتفال وخذينا الشهده هاتيكم الصحة فهمت اذا ومبعد مشيت الوزارة المرأة الحق شجعونا تحكي على المستوى المحلي ولا الجاهوي المندوبية غادي المندوبية المرأة في القروين في القروين طبعا في مركز الولاي اي فهمت قدمت المندوبية الجاهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبر السنة ما طلبك خيدي على طريق رأي دات اي فهمت برنامج رأي دات هذي برنامج رأي دات لتمكين المرأة الريفية تقريبا لتمكين المرأة الريفية لما خانتنيش ذاك اي اي وحليت بخجمتي يعطيك صحة فما سهولة في معناها الاجراءات متاع الحصول على القرض المدة الزمنية ماش كبيرة فماش برشة تعطيل لا لا الحق كانوا كلهم متعاونين معهم القرض من البنك التونسي التضامن البنك التونسي التضامن بتيس والمبلغ تراها كيفي كليل كليل انتي قيمة المشروع يتكلف فهمت وهم يوم ما أولوك وتحديد قيمة المشروع عملتها وحدة كليم اي تعمل دراسة مشروع ماو نعملوا دراسة مشروع اه تتعلموا في التكوين اذي بتاع بعث المشاريع بتاعث المشاريع فهمتني ونعملوا دراسة متاع مشروع كامل وبعد نقدموا المطلب بتاعنا البتيس بيه بعض الصور امامنا على الشاشة اه تقريبا انتي قعدت سنة تكوينية سنة تكوينية كاملة في بشتبش 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 بيه هذي ها وقتش اه الفين وقدش ريح اه ليه لالله بشتبش بشتبش مش هاد اي دوميل فتا وبه ومن بعد اه عملتش هاد خدمتي ماعمل اه خدمت اي خدمتي ماعمل ماعملت الياني لكن ما عجبتكش لحكاية لكن حبيت نعمل وحدي اي حبيتش تقعد شهارة كيف اه صحي ما نحبش حدي حدي شهرية عندك الحق والله اكثر واحد فهمك وعادرك معناه لغالبك اه شهرية متوصلش تعالي فلي لعيد بصيرة واليد قصيرة ان شاء الله نلقاها وكيفكم انتوما مجالات اخرى معناها نجمون نميوا بها مداخلنا هذي للدعابة فقط احنا والحمد لله معناها مش كل شي معناها مداخل المادية فما ورسالة يقوم بها الانسان يعني فيها رضاء للنفس اكثر من مليارات الدنيا والدين وهذا يشعروا به اغلب اعوان وإطارات التنزل التنسي قاعدين يقدموا ويحاولوا انهم يفيدوا للبلاد والعباد مش كل شي فلوس هكا ولا ايش هاي ايوه ايه دونك قتلي بعد 2021 تخرج كان في جوان ايه عملت شات اثبات الكفاءة المهنية اثبات الكفاءة المهنية بعد التكوين في بعض المشاريع ايه وخدمت في معمل حبيتنعرف هذا الكل قدش قعدت تقريبا مش بارش مش بارش قدش قعدت تخدم في معمل قعدت بريود ستشهور ستشهور معمل على عين المكان ايه قريب غادي وكله بعد ما بعث المشروع نحب نعرف الفترة الزمنية الفاصلة بين التخرج اللي هو في جوان 21 وبعث المشروع بتاعك بش لانه الشباب علش سيد مدير نسأل في سؤال داي الشباب يقول دي ما فهمه وبرش عرقيل وبرش صعوبات وبرش التعطيل وبرش وقت ضايع حبيتنعرف التجربة متعريم معناها كيفش اهو ليه انا من الول ما نكذبش انا عطلت روحي واحد ما عطلني حدا حد انا من الول وقعت منخمم زع ما يسكن اعمل مشروع ولا فهمت قعت منخمم وكل وبعد قلت ليه علش ليه نمشي فهم عويم بين هذا وديك ايه هكي كاي ايه عويم اه بديت في المشروع متاعك ايه المتمثل فيه اه ورشة خياطة ايه اه في سيد عمر اه سيد عمر ابو حجلة ايه في السانتر ايه ورشة خياطة بديت وقتش عامتش اه مازلت مازلت بديت جديد جديد عندك بضعة اشهر ايه ايه اكي اكي ماشي الامور حمد الله لابس لابس وحدك ولا مشكن معاك ايه معايا بنات قدش من بنات زوز بنات زوز بنات اه 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 مقابل للتو ايه مش نحب نكبر فيه ان شاء الله ان شاء الله على شيء نحب نحييه ايضا البنك التوسي للتضامن اللي حقيقة سيد مدير ديما في الفقرة هذه بالذات متع التكوين والتشغيل ديما الانتباعات جيدة نحب نشكر الادارة العامة والايتارات والاعوان توسي التضامن على المستوى المركزي والجهوي ديما مسهلين الامور اذا نحب نعرف عدد معناها الامكانية متع التكوين قدش من من متكونة طاقة الاستيعاب في الاختصاصين معناها المهارة والكفاءة وافاق التشغيل ولا احداث المشاريع تابعوا انتوما عندكم بعض المعطيات ونسب معناها البنيات اللي يتخرجوا من المركز تعرفوا قدش من واحدة اشتغلت قدش لا شكون احطة مشروع شكون لا سيد المدير هو بالنسبة لطقة الاستيعاب هو كل مجموعة اقصها عشرين متكونة عشرين متكونة عشرين متكونة بالنسبة الفتاة تريفي بوحاجلة نعم بالنسبة الاختصاصات الجدد اللي مش نحطوها من شاء الله في فيفري ان شاء الله احنا نقول اذا كان توفر المستشارين تدريب للاختصاصات هذو ما ولا المتكونين احنا سائعين في الموضوعات هذا يفي علاقة بالوكيلة بالوكيلة تونسي تقليل مهي نعم جده تحية للإطارات هالكل زد نواجهون التحية من أمر هذي احنا سائعين منذ اكثر من سنة معناها باش نسويه الجانب هذي باش نوفر زوز مكونات ولا مستشارات تدريب باش يأمنوا الاقتصاص في التكوين في مساعد طباق ومساعد مرتبط نعم طاقة الاستيعاب عشرين 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 والمودة تدريب تدريب معناها المتكون تسعين في المئة تقريبا من البروغرام من البرنامج الدراسي اه سيولي تاعف المؤسس معناها تطبيقي البرنامج فيه بنسبة تسعين في المئة منه تطبيقي تطبيقي حتى حنا في المركز عدنا تطبيقي حتى ما عدنا لابوراتوار جديدة بايكي بي معناها مجهزة مجهزة من جميع التجهيزات التي طلبها الاقتصاص تهدوم السوز نعم وجينا في الأسبوع ثمانية سوية كل مدرب يجي ثمانية سوية باش يعمل اربع سوية تكوين عام تعليمات عامة نعم واربع سوية يعملوا اجزرسيس اي معناها اشغال تطبيقي اشغال تطبيقي نعم والباقي في المؤسسات اللي بشي يقع معناها تعاقد معاهم الاجراء التربص هتا تنرجع للمؤسسات سيد المدير ولكن حبيت نعرف هل مركز التكوين الفتاة الريفية بي بو حجلة معناها الانتماء للنطاق الجغرافي ولا للجهة ولا للمنطقة ضروري ولا الابويب مفتوحة للجميع وما سمش ما بيت افهم افهم ما بيت هو ككل مراكز التكوين المهني مفتوحة لجميع التونسيين والتونسيات لانه العنوان كنقوله الفتاة الريفية يحيل معناها على مستوى الظن انه مخصص الفتاة الريفية في سيد عمور بو حجلة واحوازها لا لا احنا تو مبدأي اللي عدنا من ولاية الخيروان ككل تبقينا هذا ما يمنعش كونه بشي جي ومتكونات رغبات في التكوين من بلسفر مستقبلا متكوينون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كونات متكونين وهم هذي التسمية التسمية الأقديمة هم مراكز الفتاة الريفية ما كانوش تباين من الأصل وزارة التشغيل وتكوين المهن صحيح بعده قاعد ادماجهم ضمن مراكز الوكالة التونسية التكوين المهن وقعدت التسمية كاكمية للرياليتي تبدلت برشا وتغيرت على مستوى البرامج وعلى مستوى الاقتصاصات وعلى مستوى الشعيد وعلى كده على مستوى المتابعة متاع الخريجين نسبة متاع الخريجين اللي يشتغلوا الخريجات اللي يشتغل اللواتي اشتغلنا واللواتي احدثنا المشاريع باهية متوسطة دون المأمول هو يعني بيش نعطيك معناها نسبة على العين متاع المناوي ايه القدم مهمش الكل معناها عدنا اخبارهم هات نحيوف الجديد الجديد تقريبا 85 من 85 90% معناها يشتغل اشتغلوا امورهم واضحة ولمزفة ونسبة بعث المشاريع باهية واللي بلغني فما واحدة خدمة تقريب معناها من جوا حتى لول سبتمبر وجيت للمركز قالت راني بطلت مش نحل المشروع واحدة ايه خارق العاد هذه المبادرة الفردية هذه وقاعة تكريمها في يوم المتفوق البنية هذه معناها هي لولة على جيت لولة على الدفعة متاح بهي برشا نرجع على ريم بش نختمو معاك بسؤال مهم اولا زوز بنيات اللي معاك متكونين في المركز شنية معناها المجال اللي جاءوا منه للمشروع بتاعك واحد واثنين نحبك معناها كلمة تحفيزية للفتيات وخاصة معناها اللي في المحيط الجغرافي والجهوي متاع سيد اعمار ابو حاجلة تقول لهم معناها شنو تحب البنات اللي معايا متكونين في الصنطر متاع الفتيات تريفية وانا نشاجع كل طفلة من القروين ولا حتى من خارج من اي مكان من اي مكان هو صنطر برشا في كل التجميل لا صدقني لا قاعدت 17 سنة في السيد اعمار نعرف كل شي ما عندنا نعرف صحيح طبعا فهمت فهم ابنت يلزم هما بطلت القراية عليش تقعد في الدار تمشي تخدم تقعد دكيك نهار تخدم نهار لا انا ننصحها تمشي تعمل تكوين ورا فهم برشا مؤسسات يجيو نغادي وطلب وانتدابات متعاملين وكل تصبح بشهريتها وتخدم ولا تحدث مشروع ولا تنجل صعيبة الحكاية حصة تجربة متاعك نعم انا لقيتها ساهلة برشا وكل حق معناها والامور ماشية الحمد لله والحمد لله خير وما نختم به معك هو الحمد والشكر لرب العزة سيد صحبي بش نختم معاك ايضا فيما يخص معناها الجديد في المركز قتلي لاحظت من الاجابة متاعك انه ربما تم شوية حاجات يلزمها تتوفر بش نبدأ في فيبري الاختصاصات الجديدة معناها مش مية في المية لامور وارحة خلينا فرصة هذه فهمت ونعرف سيد المدير العام الوكالة التونسية التكوين المهني ديما في المتابعة ومشكور ويعطي صحة معناها دائما ما يستجيب للمقترحات اللي تصير في البرنامج وفي التلفزة عموما اللي أكيد راهوا في المشاهدة تفضل بالنسبة العائق الوحيد من الانطلاق التكوين في الزوز الاختصاصات هما هما توفر المكون المكونين مكونات زوز مكونات زوز مكونات كيف كيف مش مش زوز مكونات زوز مكونات زوز مكونات زوز مكونات ناديجاة في المركز معناها إعادة تكوين تعملونه أو تدعي إعادة تغيير الاقتصاص تغيير الاقتصاص هذا هو تغيير الاقتصاص باش يجيوا هنا المركز تكوين ماني بزهور و باش يعملوا معناها فورماشيون أكسيليري باش البروغرام 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 اللي باش يعملوا المخاطر سير مزوري تعمل طبعا على المخاطر و باش ينطلقوا إن شاء الله إن شاء الله لن نقلقوا إن شاء الله نقلقوا باش في فيفري ننطلقوا في التكوين نعم ويجي أخرى بالله نغتنم بفرصة هذه هذه جيد سخولك سألتني بكري على المبيت فرصة نغتنمها راو احنا عدنا ما بيه تقت استعابه مية وعشرة فتيات في مية وعشرة سرير عشرة أسرة وعدنا مطعم ومطبخ مجهزين بيحدث التجهيزات ونجموا نستوعبوا معناها ما شاء الله ما شاء الله دون كل واحد كي يجي من وسط الجمهورية ما يحطش لهذا شكونوا ما يلقاش وين يسكن ولا عدنا مبيت خاصا ولاية الوسط وزيد التجهيزات ناراي فريدة من نوحة على مستوى في الخياطة حط برشا الصناعيين جاوا وعجبتهم ويلقوا الصناعيين ما عندهمش تجهيزات تجهيزات جديدة جبناها معناها ما شاء الله عاديت شكراً لك ريم بلتي خريجة مركز الفتاة الريفية بسيدي عمر ابو حجلة أيضاً سيموحان صاحبي العويديدي مدير مركز التكوين الفتاة الريفية هو الاسم قاعد معناها كما هو لكن سبغة تبدلت أكيد بسيدي عمر ابو حجلة وإن شاء الله انتلاقة جديدة للمركز هي بدأت من سبتمبر 23 والجديد الجديد في فيفري إن شاء الله الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ونحي من خلالكم كل أعوان وإطارات ومتدربين متكويني وخريجي المركز في نفس السياقة زيط انضوح مراحل استخراجه في هذا الروبرتاج لحياة الرضواني تجربة فريدة قامت بها إحدى الفتيات اللي بالحق يتعول عليهم في مجالة عدة انشاء الروبرتاج ثم نعود داخل منزلها بمنطقة السعفات بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية تحرص سيدة منال رفقة ابنتها على أعدات زيت انضوح باعتماد الطريقة التقليدية بعد جمع الزيتون البدري مراحل عديدة تمر بهذه الطريقة في استخراج زيت الزيتون تعمل أيادي هذه الحرافية على إتقانها للظفر بأجود الزيوت زيت انضوح نبدأ ونخدم فيه من بداية سبتمبر نسعى والزيتون بعد نجيبهم ونقرق بوبل كرقابة ونبعد نعجنهم نحطوه في المطفح متاع الزيتون نستخرجوا منه زيت انضوح لكي يتمتع جدود ما يزمش تتقطع ديما نقعد حاجة توامد طراثة وحاجة تقليدية حاجة بها برش أدوات تقليدية يدوية تعود إلى مئات السنين ورغم ما تطلبه من جهد وصبر ما زال اعتمادها في رحي الزيتون يستهوي بعض النسوة وكذلك الشباب الرحاة يدوية من ناحية الجدود ندور الزيتون بالقرقابة ونبعد نخدمه نعافسه بيدنا أو بالرجلين لازم شوي صبر شوي قوة نرحيه بيدنا ونبعد نعجنه بيدنا برشة تطلب بوقت وبرشة خدمة زيت نضوح نعملوا كسرة بالزيت نضوح ناكلوا كسرة بالزيت نعملوا عسيدة بدقيقة القمح وبالفتورة نعملوا الكسرة هي أجواء استخراج زيت نضوح بمنطقة السعفة طريقة تقليدية ما زالت تقاوم الاندتار لتحفظ موروثا غذائيا وفلاحيا يحكس مدى ثرائي وجودة زيت الزيتون التونسي من فقراتنا الأسبوعية القارة اللي دائما فيها تفاعلات وفيها أحيانا مقترحات أحيانا أسألة أحيانا استفسارات وفي برشة أحيان نقد فقرت التغذية مع الخصائية مريم الجندوبي صباح الفل والياسامين مريم صباح النور زياد والسيدة المشاهدين به نقد رهوكي نقول نقد مش بالمعنى السلبية معناها يقول لك كما نحكيه وديمها مريم مثلا تقول لهم ما يزم الواحد يكل لتوالت عبارة درجة بين دافريد هلثي صحيح يزم يكل هلثي لكن يزم يكون زيدة بين دافريد تعمل عبارة شعبية فاضي شغل معناها فهمت برشة مجهود وبرشة كده على كل حال المشاهدين والمشاهدات كل يحيوك ديما فهمها رزد الانطباعاتهم وهذا يهمنا برشة اليوم باش نحكيه على فاكهة مذكورة في القرآن الكريم والحقيقة عندها فوائد ومنافع لا تحصى ولا تعد وهي الرمان هكا ولا يا مارك والموسم هذا معنا موسم الرمان نحكيه عليه باش نحكيه عليه والناس الكل تستغل الوقت هذا اللي موجود فيها معناها الرمان أنا ديما نتسأل هل معناه النجم أن نخليه والرمان كما بعض الثمار والفواكه ونقول وحنا الغلال ونكامت العبارة فيها شوية معناها إشكالية لغوية النجم نخليه طول العام ولا لا ولا منحقيقة معناها ما عندكش فكرة بدقة على الموضوع هو من الأفضل ديما أنه نستهلكوه في وقت في وقت ولكن كيكون مقشر نجمو نخبيوه معطا يكون مقشر ومكنجلينه معطا الكعب متاعه ووقتها يتكنجلوه وفما زادة لقاء يشايحه وقشر رمان هذاك حاجة حرائي وفاها برشا فاوي زادة الرمان دواء وشفاء إذن الرمان شون نجمو نعرف عليه مريك بي عنا الرمان من أهم الحاجات اللي فيه اللي هي لبوليفينول اللي هما مضادات أكسدا ياسر ياسر مهمين مضادات الأكسدا دي ما نحكيو عليهم اللي هما تقريبا يحميوا من الأمراض الكل نعم خاصة الأمراض اللي عندها علاقة بشيخوخها المباكرة كما السكري من نوع ثنين وزادة بش نحكيو عليه خاصة الرمان وعلاقته بمريض السكري نتوقف شوية هنا مريم السؤالة دي ما يطرح علينا دي ما يطرح علينا في علاقة بالسكري من نوع ثنين أي حاجة نقولو عليها المشاهدات ومشاهدين قولوا تتاكل ولا بكميات كبيرة ولا قد ما تحب ولا هذه هي ثلاثة أسألة الرمان بالنسبة للمريض السكري الثنين بطبيعة هي الأغلبية السحقة مرضى بالسكري عافينا وعافكم الله عدد ثنين وشاف الله والجميع ياكل قد ما يحب رمان ولا دي ما عمرنا ما نحكيو على أي شخص حتى مريض عنده سكري نوع ثنين وإلا ما عندوش ما ينجمش حتى شخص ياكل بكمية مفرطة أي نوع من المأكولات سارة أنا نحب ناكل كل شيء بكمية مفرطة عنا دي ما لا إفرات ولا تفريط بالنسبة للمريض السكري نوع ثنين وما دي راسية تتبين اللي الرمان عندو دور فعال في إنو يحسن للأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين على خاطر عادة السكري من نوع ثنين جينا بعد مقاومة الأنسولين هتنكونوا عمليين مو الإنسان العادي واحد ومريض السكري ثنين قدش يأكل رمان في النهار في الاربع عشر في النهار معناه ملي يقوم الصباح يصلي الصبح ويبدأ يأكل حتى ليه أن يصلي العشاء ويرقد ينجم كعبة هذي اللي يبس عليه كعبة كهو في 16 ساعة أي كعبة على خاطر خاطر فما زي داروا أي حاجة ملها مريض السكري قدش وهذا على مريض السكري نحكي على المواطن العادي هم كلهم مواطنين معناه ما شاء الله عليهم أنت والشخص كين هو مثلا عنده مشكلة ساعة متاع كونستيباسيان فإنه كان يخو الرمان يفوت كعبة الامسي كين هو بشي فوت ينجم ليتانا اللي موجودين في الرمان يقلقوه يعملوا كونستيباسيان أنا نحكي علي ما عنده حتى مشكلة صحية ينجم يوصل حتى كعبة كعبة كل واحد معناه التوليرانس مطاع نقول نحنا وقابليته بالنسبة للمريض السكر عدد الثنين ما يفوتش حبة رمان واحدة معتها تكون كعبة به هاوكا ينجم يخوها يخوها يقسمها سباح مع البسيسة فما اللي عملوها مع البسيسة وليكلوها الزوميت فما اللي يحطها مثلا مع يخوها وحدها ينجم حتى يشربها في جو كل واحد وكيفيه ما تنقص الفوائد متاع الرمان كينعصروه مريم له هوني الفوائد باش نحافظوا عليها وهوني فما اختلاف مثلا الاشخاص اللي عندهم كونستيباسيون وقال لأمسك ينجموا ياخذوها وهي كعب ولكن اللي عندهم فما اللي عندهم كولوباتي فانكسيونيل وقال لأمشاكل في القولون ينجموا اللحسن تساعدهم انه ياخذوها جو عصير عصير بالتالي هوني وقال لأمشاكل متاع اسهيل معتها سبحان الله الرمان عنده فايدة على الاسهيل وعنده فايدة على الامسك معناه يفيد الشيء وضده اللي هي حاجة نادرة اللي هي حاجة نادرة معناتها وبالتالي الاختلاف يكون في طريقة الاستهلاك يأم عصير يأم كعب به برش هذا بنسبة للفوائد الرمان ما زلت طبعا الفوائد متواصلة عنا زد اللي عندهم ارتفاع بغت الدم فانه يعاونهم برشا برشا فما تحسن كبير فما دراسات تعاملوا على 15 يوم من استهلاك الرمان معناتها تقريبا كاسم تعاصير الرمان يوميا يحسن بالجداء الاشخاص اللي عندهم ضغط الدم مفيد برشا للوقاية من امراض القلب والشاريين هاتوا توقفوا عن ضغط الدم ولو انه في علاقة بامراض القلب والشاريين نسكولتار اللي عنده ضغط الدم الافضل انه يأكلوا معناها كب كما نقول وحنا بطريقة عادية ولا عصير كيف 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 يبقى الفوائد معناتها نفسها وقلنا كعبتين في اقصى الحالات اللي اللي يبس عليه وكعيبة في اقصى الحالات لمريض السكري بضبط وهوني يستر صعيبة انت في الكميات ليه فلا ليه معنات جيست على خاطر فما فما دي بورسنتاج متاع التانا فما نسب التانا اللي هو يعمل مثلا هو يشبه زيدا للمكونات الموجودة في شي واللي كاليعطي يلقو الحاجة الشيحة متاع الرماء ذيكا هو مفيد زيدا اما ينجم مثلا يعمل كونستيباسيون معدها بالتالي ديما نحاولوا انه نكونوا متوازن والقلب والشرين خاصة اللي هو بشي عاون في تخفيض الديل اللي هو نقولوله نحنا بلغدنا الكوليستيرول المشبهي بالتالي هذي حاجة تحمي برشا من الامراض للقلب وشرين وزيدا اهم الحاجات اللي هو فيه الاليف الاليف اللي دي ما نحكي عليهم واللي نقوله هما الاساس متاع اي ميكلة متاعنا فما زيدا حاجة اخرى فيما يخص معنتها الرمين اللي هو مفيد للوقاية من الامراض السارتانية عفونا عفوكم الله وخاصة في سارتان البرستات اللي هو النسب زيدا ترتفع وسارتان فدي بما انه سارتان البرستات قاعدة ترتفع اي فما فما ارتفاع معنى عندك فكرة عنيش هو فما الهرم السكاني اللي هو التهرم السكاني نسبة كبيرة معنى قاعدة تزيد بضبط وفما بتبيع زيدا التدخين فما التغذية متاعنا وقلة الحركة بتبيع وعنى زيدا اللي هو زيدا من السارتانية اللي يمثل لهم عامل وقاية مهم اللي هو سارتان الفدي بالنسبة زيدا سارتان القولون زيدا عكا حميم سارتان القولون نحن ديما الرمين مربوط نقولوله متاع الخصوبة غلط الخصوبة معنى تحكي بشكل رمزي ولا بشكل علمي هو معطها نبديها بشكل رمزي الحضارات الكل تقول اللي الرمين رمز للخصوبة وهوني نجيه للدراسات العلمية اللي تثبت ذلك صحيح معناه اللي تثبت ذلك عليش على خاطر هو اول حاجة فما حتى الدراسات تعملوا في زيادة الرغبة الجنسية فيما يتعلق بالرمين فما فيما انه يحمي مليفوسكوش الاجهاض المتكرر عند المرأة فما فيما يتعلق بالسبيغماتوزويد او الحيوانات المنوية اللي تحسن معطها فما دراسة تقول اللي الاستهلاك ينجم يحسن من الكالي تي نوعية الحيوانات المنوية من 15% الى حتى انه نوصله 50% ال60% وإلا الحركية متاحة وبالتالي فانه عنده دور هام في الحماية معناتها من العقم والامراض اللي هي معناتها مستجدة شوية وبالتالي معناتها نفع بالجداء فوائد كبيرة ومنفعة معناها عميمة للفاكهة الجميلة حتى شكلا معناها وطعما الحقيقة معناها رمان فمش فمش حاجة كما الرمان في وقته مريم قتلكم في وقته كل شي في وقته ومريم قتلكم اللي يلبس عليه كعبتين في أقصى الحالات في نهار كامل مسباح للليل واللي عنده عفانوا عفاكم الله وربي يشفي الجميع السكري كعبة نقسموها على ثلاثة وجبات ولا كدسير ولا كامعها حاجة ولا كعصير ولا كغيره شكرا لك مريم من الجندوبي لخصية في التغذية ما زلنا مواصلين مع الفقرات والاركان القارة والاستضافات باش نمشي بكم إلى الكيف العالي اللي هو طبعا مقوم متميز من مقاومات تونس البيان الكيف 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 هي مدينة تونسية تقع في الشمال الغربي تقع مدينة الكيف فوق مدينة رومانية تعرف باسم سيكافينيريا ومنها يتأصل اسم الكيف تمتد على مساحة خمسة لاف واحد وثمانين كيلومتر مربع وتمثل نقطة تواصل في إقليم الشمال الغربي كما تظلع بدور حيوي في تنشيط الإقليم باعتبار أنها تمثل نقطة عبور لأهم محاور الطرقات الوطنية رقم خمسة تربط بين تونس والجزائر مورورا بسقيات سيدي يوسف يعد البرزجان الكافي من أشهر الأكلات التونسية طبق له رمزية حيث اعتاد أهل الكاف على تحذيرها الأكلة المميزة تعبيرا منهم على استقبال فصل الربيع اللي يقول الكاف يقول سحر الطبيعة وعراقات التاريخ ولكن يقول زاد الكاف الثقافة هي الأرض الولادة اللي جابت عدد كبير من المبدعين واللي كانوا أحسن سفراء لهالربوع العالية وأسهموا في ثراء المشهد الثقافي التونسي نذكره على سبيل المثال مش الحصر لامين النهدي سعاد محاسن صالحة المنصف السويسي وغيرهم الحقيقة استضافة معناها حاجة معناتها مش كل يوم نلقاو شخصية كما اللي مضيفينها الآن اللي هي دكتورة شابة في اختصاص الذكاء الاصطناعي دكتورة مهندسة أولا في علوم الفضاء والطيران ثم الدكتورة في اختصاص الذكاء الاصطناعي وشابة معناها الحقيقة نجمو نعرفو الكثير عن هذا المجال من خلال حوارنا معها دكتورة سيرين الخميري مرحبا بيك صباح الفل وليسمين مرحبا بيك صباح النور طبعا نعم العفو هذا واجبنا خاصة للشباب اللي نعتزه أنه ينشط على المستوى الوطني لأنك كنت في فرنسا ومعناها كنت نجم تقعد غادي وتبرك الله معناها الأفاق المادية مش نتكلم بالفرنسية جوديبيان المادية مفتوحة ولكن فما أفاق أخرى معناها مرتبطة بالعاطفة مرتبطة بالوطن مرتبطة بالعائلة مرتبطة بمقيم ومبادئ ومثل عليا تغني أيما غنان عن المادة الزائلة عشبتك المقدمة نعم الدكتورة هي عضو المكتب التنفيذي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال المكلفة بالرقمنة والشباب الرائد قبل ما نحكيه على موضوعنا اليوم اللي هو ذكال الصناعي كمحرك للتحول الاقتصادي للشركات سألتك بين الروبرتاج متاع الكيف وتونس البيا قطلك يعني الذكال الصناعي حاجة جديدة وقتش ولد فيها شهائد عليا ودكتورة قطلي بدال أحديث عليها من 2016 في فرنسا هكا ولا أنت من الأول عملت مهندس طيران بالضبط عملت مهندس طيران بعد عملت ماستير منجمد بعد عملت دكتورة معناها ماستير تصرف في الجودة الجودة والإدارة بالضبط ومن بعد وليت أوديدifice تيخ سيختيفية مراقبة ولا مدقة مراقبة جودة وبعد عملت الاختصاص في الدكتوراه أخذت الذكاء الاقتصادي قائم على الذكاء الاصطناعي هذا محور الدكتوراه متاعك بالضبط نقول وحنا التاز بالضبط في سن قياسي معناه أخذتها الدكتوراه ما شاء الله عليك ما زلت شابة صغيرة دكتوراه إذن الملف اللي أنت له يبيه في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هو الرقمنا والشباب الرائد شو نجمه نعرفه على القطاع اللي أنت مكلفة به في المنظمة دكتور بالنسبة لنا أحنا كمنظمة الوطنية لرواد الأعمال كالوان أحنا عمرنا صغير برشا ولكن نهتم برشا بالديجيتاليزيزيون بالرقمنا بالرقمنا بالضبط اللي هو توا يعني هو الدولة والكل ميشين في الرقمنا والتطوير أحنا كاوان عنا عدة لجنات لجين لجين المكلفة بلجنة الرقمنا والشباب الرائد اللي هما رويد الأعمال للمستقبليين بالضبط رويد الأعمال للمستقبليين ورويد الأعمال اللي موجودين ونهزوهم لطريقة الرقمنا على خطر العالم الكل يخدم بالرقمنا أكيد دونك أحنا في وظيفتنا كاوان نعاونه ونعمل أكومبانيومه متعليز مرافقة متع رويد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الموجودة بش نمشي للرقمنا نعم أي حاجة ديجيتال ومستقبليين أنتم كلكم شباب تبارك الله من خلال معناها أنكم كنتوا ضيوف عديد المرات في برامج تلزة تنسية وخاصة في سباح الفل وليسمين تحسكم معناها عندكم أفكار وتطلعات معناها لمستقبل أفضل حبيت أن نعرف الملف هذا قدش عندك ليه يبيه دكتورة في المنظمة وبشكل عملي والمهنسين نعرف معناها كل شي عملي وتطبيق عندهم ومش يسر في النظريات بالذف قدش عندكم معناها من رائد ولا رائدة أعمال من بعث مشروع ولا بعثة مشروع شاب ولا شابة ما يسمى بالمشاريع الناشئة الستارتاب معناها قدش منك من حالة معناها خليني نتكلم بالفرنسية مثلش انكور دوت ختمان قاعدين تتعطاوا معها كما قلت سيدتك اللي احنا في المنظمة سعنا تحيل شيئتين لا عفوا لسيدتك لشيء عايشك 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 تحيل شيئتينك ويا رئيس المنظمة الوطنية برويد الأعمال استخاتيجين احنا اللي ماشيين فيها مقسمين فما عنا كوميتيت ساج متاع الحكماء متاع الحكماء اللي هوا احنا بلبيهم من الجموش نقدم الأكسبرتيز الخبر اللي كن ناخدهم عندهم والشباب اللي هوا عنده الطموح اللي عنده الانوفاسيون اللي عنده حاجة المتجدة والمبتكرة دونك في المنظمة فما تلقى المزيج يعني تلقى الشباب وتلقى الأكسبر اللي بش يعطيك النسيحة يواريك الفي دغوط معناها دوي الخبرة والتجربة الكاملة بالضبط هذيك عليش احنا عمر المنظمة عمرها صغير برشا ولكن الكسبرتيز متاحها ماشاء الله فيو للناس يعني اللي موجودين في المنظمة البرنامج هذي يعني انا بتخصينا المكثيرين في المنظمة شددتو عندي ثلاثة سنين ثلاثة سنين كلمة سلبية يعني الحالات بالبيه بالخاي بالضبط الموجود الموجود كما قلت انتي احنا ما نمشوش برشا بالنظر يعطيني شنوه شنوه موجود دون لما خشي بالضبط شنوه في سوق العمل بالضبط في الليكو سيستيم على خطر فما برشا راودينوسيون وكلام جديد احنا علينا في تونس ولكن ما شاء الله في وقت قياسي رانا قدمنا برشا يعني عنا عدة برامج عملتها الدولة عملينها لزانكوباتور لزاكسيلاتور المنظمات يعني مقدمين لكو سيستيم احنا من عرشي لكن هذه حاجة سلبية ولا ايجابية من اكبر المصدرين في العالم لكن مش من اكبر المصدرين تاع المنتوجاتها من اكبر المصدرين تاع الكفاءات والشهادات والعقول اهم حاجة عنا في تونس للموت البشرية ولكن ثم شكون كما قلت دكتورة كيف انتي مثلا من امثالك اللي رغم كل شي ورغم الاغراءات الكل جاء بشيفيد البلاد والعباد بتجربته وبخبرته رغم لي انتي كما قلنا كنت تنجم تقعد في فرنسا ولا في غيرها من الدول وربما تتقاضى اضعاف مضعفة للمداخل الحاصلة حاليا اذا لو كان شخصنا الوضعية الشاب رايد العمال التونسي ولا باعث المشاريع ولا اللي عنده علاقة المهندس ولا الاطار حتى التقني حتى العامل اللي عنده اختصاص في علاقة بالرقمنا وفي علاقة بالذكاة الاصطناعية الان الوضعية عموما من خلال اشراف ثلاثة سنوات على هالملف في المنظمة التونسية ليرواد العمال شنية الايجابيات شنية السلبيات شنية النقاص ما هو حاصل وما هو منتظر ومأمول ومن بعده نحكيه على الملف هذا في المنظمة بالذات كيفش قاعدة تتعطى معه احنا نبدأ وفاما دو كاتيجوري عنا زوس فيئت عنا الشباب الرائد اللي انكور معناها قاعدين يعملوا في المشاريع وفاما الشركات النشأة اللي 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 دجا موجودة حسب الخبرة الصغيرة اللي انا عملتها مع المنظمة وشوفنا دراسة السوق وكل شي الحاجات الباية اللي فاما بلزوغ افانتاج نسلكل عندها الافكار ولكن الشباب دي ما يقول لك ما فاماش فلوس اللي انا بيخسوني المون راه موش موش كل فلوس وتنقول لك عليش موش موش كل فلوس هنا نتفقوا في الرأي حتى انا مش مشكل الفلوس هابش موش لك عليش حتى ملين في الشهر يكفي والحمد لله بالضبط بالضبط ولكن بالليستاتيستيك فاما شباب قدموا في دي زي دي دي بستخطاب واخذيوا دي فان اول ما يخو الفلوس تن يمشي يعمل يمشي يكري بيرو فلاك يمشي يخو كرهبة يحيرات يمشي سافر اها انا يحب يحقق معادة الرفاه خليني يقول باش منستعملش عبارة اخرى بالضبط في ظرف قياسي بفلوس المشروع بالضبط مش بفلوسه هو ولا بفلوس الارباح ولا هذا ما كان يخذوا قدوة تريليار دير قريب نصف تريليون معناها طوال اثر الرجل في العالم معناها من هنا السنوات بشي والي عنده تريليون دولار بالضبط كان يقرأوا كيفش بداوا كيفش صبروا كيفش قعدوا سنين وسنين سامحوني في الكلمة بين ظرفيني تحوذقوا كيفش مشيروا اول سيارة كان ما عندهم معناها ثمن السيارة دي كأضعاف مضعفة معناها ثرتوا ثمن السيارة واحد في المية احنا تونسي تلقاه عنده مئة الف دينار يشي سيارة بمئة نالف دينار هو ماخو مئة الف دينار للمشروع طبعا بش ينمي المشروع مزينا رانا ما نش نحكيه على البرون مزينا مزينا المشروع بي بي مزينا يمشي ياخذ مكتب كيما قلت انت في حي راقي يهبت سيارة على زينج ويمشي يسافر بعد ستة شهر اكيد شركة بش تسكر احنا شو ما نقول لك رائد الأعمال محله الصراحة متاعك محله الوضوح متاعك لانه هيك الوقت شباب برشا شباب مش الكل وبرشا ناس في المجتمع يعلقوا أخطاءهم ولا فشلهم على الشماعة متاع الدولة على الشماعة متاع تمويل على الشماعة متاع الفلوس على الشماعة متاع البيروقراطية على الشماعة هوا دكتورة مختصة في ذكالة صناعية ومهنسة في علومة طيران قالتلك مراه وفمه شباب مراه واموره ومش وقت هم يعرفش كليش يتعامل مع الوضعية أكثر من ستين بالمئة سواء الستاتيستيك أكثر من ستين بالمئة أكثر من ستين بالمئة في سترتاب أكت تلقى الستاتيستيك متاع ليستخداب لي حلو سترتاب أكت هذي نلقوه على الانترنت على الانترنت برنامج دول يمانيها عملت تود دولة تشاجع عندك فكرة مشروع تحط البروغراممتاك شنعوه تحب تأخوا الابيل هذي كسرتاب اللي بيها هي الانفستيسور المستثمرين يجيو يحطوا معاك فلوس بهي برش أما تول المستثمرين أكيد ولا يخافوا فيو ك رقم كبير ستين بالمئة رقم كبير رقم كبير معناها عليش أنا توكي مستثمر بش نمشي نحط فلوسي وإنا مبعا نلقاك أنت حتى بزنس بلان ما عندكش الأفكار نسكل عندها أفكار حلتها جي بيتيتا يعطيني فكرة معاش نحيرو في الأفكار نعود ونذكر ونوضح المفردات ستارتاب يعني شركة ناشئة بالضبط هي مش نوع متاع شركة ولا اسم ولا عنوان ولا موديل ولا ماركة تجارية لا كلمة ستارتاب بالانجليزية تفيد شركة ناشئة عندها اسمها كيبا ستارل كيبا مؤسسة ذات هذو هذي نحب نواصله في التشخيص متاع الإشكاليات هاتي نقوم بريف أنا هذو وإلا نشوفه الحلول قتلي طوى رقم مهم جدا وأنا نعتبر نفسي متابع شبه جيد الوسائل لعلام الكل الرسمية والتجارية كيما نقوله في تونس الخاصة والعامة ما سمعتوش الرقم هذا ما سمعتش أنه 60% من الشباب اللي ياخدوا تمويلات كيما قلت أنت ببساطة محلاها البساطة نتاعك دكتورة يمشي يحل المكتب في حي راقي ويبدأ ينفق مش منقولش يصرف ويسافر ويشي كربة مضخمة علي زينجو وفي الأخر بعد ستة شروع ستة شهور مخي في المشروع بعد ستة شهور معناها يصرف بمتاعه بيهي بيهي الأرقام السادمة هذي لأنه تحيلنا على الحلول هكا ولا بالضبط تخطرته الشباب ولا متعجبين كيفاش معاش عنا ومستثمرين عليش المستثمر يسأل برشا أكيد يسألك يعني الأرقامة دي منشورة قلت يعني على على عنا صندوق النقد الدولي عنا في ستارتاب أكت عنا في الويب سايت متاع الوزارة موقع الموقع متاع الوزارة متاع الاقتصاد تلقاهم نلقاهم للستاتيستيك هذو الحل الحل سمحني يا دكتورة بعد إذنك أقبل الحل كان المشكلة هذة ولا كان مشاكل أخرى أكيد فما مشاكل أخرى مشاكل أخرى قلت التجربة وقلت الخبرة هنا دوركم معا بالضبط هنا دور خطر فما رويد أعمال يبدأ متشبث بالفكرة متاعه ومنحب معايا حد ومنحب معايا حد مستثمر ومنحبش مرافق مرافق هنا نجم نجمش مرافقة ملايشنو ووحده يبدأ يخفي ووحده يجم يعمل كل شيء مانا جمش مانا جمش كل واحد يجم في الدومين نطيع أنا نفهم يبدأ في الدومين بالضبط وهكي هي شين دو بروتوكشون نسي كنا نخدموا مع بعنا علش توا موجودين المنظمات علش موجودين لزاكسيلاتور لزاكسيلاتور بيش يعاونوا الشباب والشركات اللي ديجا موجودة بيش يعاونهم بيش يوصلوا مازلنا رانا ما نحكيوش عالجروثاب نحكيوش عالجروثاب شركة تعيش شركة تعيش منيش نحكيوه نحكيوش عالربح الوفير خنانا نحاولوا نعربوا نحكيوش عالربح الوفير نحكيوه على أنوى الشركة كما قلت أنت تعيش ساق بالضبط ونبعد بشوية بشوية بالضبط اللي هو ما معناها مش هر ثاني ولا الثالث يحب ثاني ودخلو في المربيح لا اللي هو بربي علميا دكتورة قدش الفترة الزمنية باش نوليه ندخلو في مرحلة المربيح تق قريبا معنا انتي والفكرة وانتي والمشروع من إلاء من إلاء من ثلاثة سنين ثلاثة سنين باش يبدأ بالحق الربح ويولي وقتها يخمم في السفريات ويخمم في السيارات ويخمم في الملابس الممضات وبعد ثلاثة سنين بعدك المعاناة هذوك ومعش في خمم في السفريات نعم معاناة هذيك باش يولي كل مليين بحسبو بالضبط هكا ولا خاطر ملول راك يديك فلوس سهلة ما مكشف تعرف قيمتها خاصة يبدأ مفهميش خبرة خاطر برشة احنا نشجع على الشركات الناشئة ونشجع الشباب يعمل مشاريعهم ولكن المرافقة كما احنا يعني كوان معانا سبع آلاف ممبر وانا يا سبع آلاف ممبر نسكونا نسباده من بعضنا ممتاز التشخيص هذا بيعجالة ولو انه الملف كبير معتها اسباب فشل الرواد العمال الشبان والشركات الناشئة هو انه معنتها سوء التصرف الاقتصادي سوء التصرف الاقتصادي ورفض المرافقة وشراكة بالضبط هذو ما اهم زوز عنوين للموضوع الحلول وبش نحكيه طبعا على السميم الاقتصاص متاعك اللي عندك فيه الدكتوراه من فرنسا من جامعة دكتوراه بولي تيكنيك بولي تيكنيسين معناه تبارك الله المدرسة العليا للمتعددة التقنية لكل بولي تيكنيك معناه من أرفع وأرقى للمدارس في العالم معناه كي تقول بولي تيكنيك في فرنسا ولا في أي دولة في فرنسا بالذات معناه فرنسا موديمة فما العرق أو فما التقاليد معناه شنوه في فرنسا المدرسة الوطنية لدارة أكاديمية العسكرية سانسير البولي تيكنيك المدارس الكبرى غالط ولا صحيح عندي شوية معلومات كثير خير إذن القراية صحيبة برشا والمناظرة معناه يتقدموا ألف يأخذوا كعبتين وكعبة نقوله للشباب بيش يفهم أحيانا للأسف الشديد طوى شبابنا قبل جيلنا أحنا كي تقولوا بولي تيكنيك ولا بولي تيكنيسيان ولا ساندخاليان ولا متخرج ملينا متخرج ملينا متاع فرنسا ولا حتى متاع تونس يفهم لكن طوى الحقيقة ولا تهتمامتوا حاجة أخرى إذن الحلول بالنسبة للإشكاليات هذه للستيم في المئة هذو ما اللي ذكرناهم شنو يا دكتورة؟ أحنا سلون لستاتيستيك لوان مشينا في استراتيجي عنا سانسين طو مشينا فيه في كل جامعات عملنا دي هوب مش كلوب إنا نخير نختار كلمة هوب على كلوب خطر الهوب شنو فيه فيه نمو أهم الأكسپير عنا في المنظمة يكونوا موجودين في الجامعة يعملوا يحطى للطلاب تحت مشروع النتوديون يقالى ان بخوجي طالب يتوي مشروع ممتاز نعملوا فيه الاكمبانيومون متاع الطلاب يحطى متاع الطلاب وإخر العام نعملوا كما المسابقة ونختاروا 3 ولا 5 مشاريع والمنظمة 3 ولا 4 ولا 5 3 ولا 4 ولا 5 المنظمة هي تتكفل بهم أكمبانيومون كامل من الفكرة مرافقة كاملة من الفكرة للتنفيذ من الفكرة للتنفيذ ممتاز وأحنا في المنظمة في كل عيد ميلاد المنظمة مال فين نعمل برنامج أحسن رائد أعمال على المستوى الوطني على المستوى الوطني أحسن رائد أعمال بشكل عام أو أحسن رائد أعمال شاب لا بشكل عام مهما كان أحنا أول سنة مشينا أحسن رائدة أعمال بيه يا خير جيل تغشوا علينا عليش تعمل في رائدة أعمال العام الثاني عملنا لثنين بيه لثنين لثنين مش مهم الجنس مش مهم الجنس العام الثالث عملنا أحسن شركة شركة ناشئة والسنين إن شاء الله وحسرين بش نقولها معاكم في الميزيون ولي أول مرة سكوب لدي المنظمة السنين إن شاء الله بش نعملوه 13 ديسمبر نهار 13 ديسمبر عنا حاشتين عنا بش نعملو نقيمو أفضل شركة عملت يعني عملت تقدم عاشت قلت أنت عزبتني مهم أنه شركة تعيش قلت مش تربح تعيش قبلهم بعد تربح بالذب المربيح تودي عنا هذي وعنا بش نعملو لانسمان متاع كونكور ميور إيدي ونياي وديب لورنينج أحسن فكرة في الذكاء الاصطناعي وديب لورنينج ديب وحدها ولورنينج وحدها يعني التعليم متاع تعليم الآلة ولا هذا هو مربوط بالذكاء الاصطناعي بش نعملو مسابقة ونختارو ثلاثة مشاريع والمنظمة تقوم بلا كومبانيو ممتاح هكذا رغم لي نطقتها بصعوبة انجليزية لكن أنا فهمتها ديب لورنينج بالذبت موجود كلمات مكونين ومبعض حتى في الانجليزية أنا ما نقوله دكتورة المدفة العمومية الأقديمة بالذبت مع لي نيش المهم للدعابة ذكاء الاصطناعي كمحرك للتحول الاقتصادي لشركات شو نجمو نقوله عليها دكتورة في علاقة بالوضع التونسي لأنه نجمو نقوله برشا كلم على ذكاء الاصطناعي بشكل عام لكن في علاقة بالوضع التونسي شو نجمو نقوله بفي علاقة بالوضع التونسي توا حاليا حسب الاستاتيستيك الإحصائيات متاع أكسفورد لذكاء الاصطناعي جامعة أكسفورد جامعة أكسفورد تونس تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا والثامنة عربيا واحد وسبعين عالميا في ذكاء الاصطناعي على المستوى الافريقي بي على المستوى العربي ثم دول اللي ما عندهم حتى نسبة ذكاء لا اصطناعي ولا غري اصطناعي لكن عندهم برشا فلوس مش لازم نذكره بالذبط على المستوى العالمي مرتبة متوسطة واحد وسبعين ما هيش خايبة نقولوا ما هيش خايبة لكن دون المأمول التونسي مكتعرف أحنا مشكلتنا الكبيرة لن تخص خيك شغل البنية التحتي البنية التحتي تطلب فلوس برشا فلوس معنا يا هارك بيش تبدل الكياس بيش تبدل كل شي نعم بيش نحكيه عاللا يوتي الانترنت الاشياء الانترنت الاشياء اي بيش نحكي ذكرة تحق انفخاص خيك شو صحيح احنا ساعة الكنيكسيون تقصت ومنحكيوش عن انفخاص خيك شو رغم لي احنا اول دولة عربية وافريقية دخلت الانترنت عمل في 99 بالذب معلومة هذية يعرفوها الانترنت اي احنا في تونس الحمدوله متقدمين بالقد عنا كما قلت انت قبيلي الموارد البشرية نعم الكفاءات يعني الكفاءات عنا الكفاءات واذخم اهم المشاريع في الذكاء الاسنائية اللي قاموا خارجين من تونس حيح على الاقل على المستوى الاقليمي باش ما نبلغوش حتى على المستوى العالمي يعني عنا برشرة وشركات هذا بي على ليستا وهذو ما معتها الكنوز التونسية اللي منتشرة في العالم لو كان منظمة رواد العمل تعملنا فيهم قائمة ونعرفو كفاءاتنا وين موجودين بضبط في الولايات المتحدة ولا في غيرها باش تكون معناتها دليل وبرهان لكل من يناقش هالمسألة هذي خطر احيانا نعطيه ارقام كما قلت انت يعني انا قدتك على المستوى الاقليمي يعني العربي والافريقي قدت لي لا المستوى العالمي يعني يدخل يعني يدخل يدخل كله مش صحيح احنا كنحكو سلون دي استاتيستيك هم دي جا ببليه احسائيات ببليه منشورة لقاهم في البات لقاهم في صندوق نحو الدول البنك الافريقي التنمية بالضبط يعني كيف نحكو على دي استاتيستيك على احسائيات دي جا موجودة واضح باش نختموا اللقاء الشيق معاك هذي دكتورة سونج منقوله اول حاجة نشكرك برشا على الاستضافة يعيشك نواجه تحية كبيرة لسيد يسين جوية رئيس المنظمة وعائلتي ومنقولش اصحابي اللي في المنظمة خطر احنا في المنظمة انا عائلة واحدة ونواجه تحية للمشاهدين الكل وان شاء الله مرحبا بكم كما قدك ان شاء الله نهار 13 ديسمبر عن زوز مسابقات مسابقة الأولة على مستوى ذكاء السيناء ومسابقة ثانية تقييم الشركات على مستوى التقدم والتفاصيل نلقاهم على الانترمية على سبحة رسمية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ومعنى المواقع طبعا الكل نحطه في محركة البحث فقط للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال نلقاوا التفاصيل لكل جزيلة شكر الدكتورة سينين الخميري المختصة في الذكاء الصناعي والتي هي أساسا مهنسة في علوم الطيران وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية لرواد الأعمال المكلفة بالرقمنة والشباب الرائد وهي أفضل نموذج لهذا الشباب الرائد بمعنى رائد فكريا وعلميا مش أنه يكون رائد أعمال وإن شاء الله ريادة الأعمال نجم تجيه دكتورة تزل تعمل مشروعك موجود موجود معناها مشكن النظري نظري تطبيقي انتلاقا من تجربتك الخاصة كشابة متميزة خريجة أحدى أعرق المدارس العليا في العالم اللي هي المدسة متعددة التقنيات بفرنسا لكل بولي تيكنيك مازلنا مواصلين مع الفقرات والأركان القارة من الاستضافات إلى الفقرات القارة وبشكون حاضر معنا أبراهيم ريحاني مستشار قاضي الأسرة والمختص في المسائل وقضايا الطفولة والأسرة بعد هالنغم بصوت نبيها كراوليف في جدد أو يتجدد اللقاء الأسبوعي مع أخونا وصديقنا سيبراهيم الريحاني مستشار قاضي الطفولة والمختص في قضايا الأسرة والطفولة صباح الفل والياسمين إبراهيم بش نحوالك ربي فضلك سيزيد صباح الخيرات والبركة ليك لكل مشاهدي الوطنية الأولى بش نحكيه على شو بش نسميه هنا والله سعاد الإنسان يحتار في الوصف وفي التعبير المهم أنه الشي هذا اللي بش نحكيه عليه مول المول معناه الإنسان اللي خلقه وابتكره وروجه وهو باسمه أولاده اللي هما في سن المراقع والتسجيل موجود على الشبكات موجود على الانترنت ومشهور في حوار تلفزي قال أنا ولادي مرقين كبار شوية معناه في حدود بين الـ 14 و 17 ظهر ليه قال أنا ولادي ما نحهم من استعماله اللي هو تيك توك نسكت فضل برهوب ربي فضلك سيزيد الحقيقة اليوم ما يشكش حتى واحد ولا اثنين من أنه نقص الخطر في علاقتنا بتيك توك بصغيراتنا نعم اليوم ما تبدلوا صغيراتنا وتبدلوا براحقينا وتبدلوا شبابنا ونحنا قاعدين نسألوا وين المشكل بالضبط بيه وشنو المشكل بالضبط اليوم نشوفه في وضعيات وضوائر سلوكي للأطفال متاعنا نعم قد ساهموا فيها الكبار للأسف اليوم مجتمع الكبار هم الذين ساهموا في وضعية أطفالنا وشبابنا بالطريقة ذي يعني اليوم المخاطر تيك توك أصبح ما يسمى بالتطبيع هو أنا ما استعملتش الكلمة باش ما يتقالش معناها أشهار ولا كذير انت معنتها نقوله المهم أن نذكرنا الموقع على الشهير هذك باش ما نعودوا هيش لا هو معروف طبعا لا مناش بش نزيدوه حصي احنا كي بشنو التروس لا بالعكس نحنا قاعدين ننقدو خلينا نقوله انت قلت شنو النجم نشابوه قلنا نقوله سرطان يعني سرطان المنظومة التربوية والمنظومة التعلمية والمنظومة القيامية والأخلاقية اللي تتبنى عليها الناشئة والتربية اليوم لحقيقة سي زياد وقت كي نشوفه اليوم كي ما قلت لك عصر الصورة وشنو قاعد يأثر اليوم أكثر حاجة تنجم تأثر على بناء شخصية المراهق ولا شخصية الطفل هي الصورة اليوم أصبحنا نطبع ما يسمى بالتفاهة يعني مجتمع ما بقى وصير التفاهة أو التفاهة شو معناه والشكول اللي يتصدر للمشهد الأعلامي والمشهد الصور والمشهد ونعرف اللي صغير يتأثر ما يسمى بالنمذجة شو معناه النمذجة انه يقتد بالصور اللي اللي تحس القدوة التربية بالقدوة يعني من ركائز التربية من التربية فما ركيزة منهم هي القدوة اقتداء ونسموها نحن في علم التربية النمذجة يعني يتربى بالقدوة اليوم يقل المجتمع قال عليه بورديو لدومينو المهيمن نعم بير بورديو عالم الاجتماع الكبير عالم الاجتماع الكبير نعم يحكي على مصطلح المهيمن يعني اليوم شنو المجتمع المهيمن شنو الحاج يحب يسوقنا ويسورنا يسوقنا في مضمون اليوم عادي تلقى شخصية تقول لك عندها الفلوس وعندها الامكانيات عليش خطر هي تسوق من ناحية التكتوك وشنو عادي المضمون لتسوقوا حاجات يعني فارقة ما بقوصين تافيها في المضمون المتاحة عليش يحب يبعدون على القضايا الأساسية بهالمضمين دي وشكونوا وراها هالمؤسسات دي او المضمين دي اكيد خلينا نقول على المسؤوليتي الشركات الليزي سپنسوريك معناها الليزي سپنسور اللي قاعدين يروجوا في المحتوى ذي وفي المضمين دي سپنسور سپنسور ابرهيد مضمون فامني اللي اللي ساهموا في اليوم في المضمين دي مستشهرين مستشهرين بالضبط اللي قاعدين معناها يأثروا على الشباب اليوم واضغط الشباب والتفل يلقى هالمضمين ذي يعني متاحة له والمضمون ذي هو البيب اللي يرتقوا على اعلى البوديوم يعني كيجيو نشوف اليوم مشكول العباد قاعدة تظهر اكثر وتبرز ذات المتاع وخاصة كيشوف الحاجيات النفسية في المقابل الشاب شنون يحب ه يحب يبرز ذات المتاع يحب يقول انا موجود يحب يجي كنا قبل فيه التميز وفيه الابداع وفيه الفهم عناصر ومقومات القيادة وعناصر ومقومات القيم والاخلاق القيم والاخلاق حتناها على الشيرة اصبحنا ما عادش نشوفها جملة واحدة اصبحنا واللي نشوفها نستغرب ولا والهم الغرباء في مجتمع التفاهم بقوسين لانه القيم والاخلاق علش لانه هالتكتوك ذي مش كان اللي تذكر فيها ابراهيم الكلهم على تقريبا بشكل عام معناها يسعوا الى التدفيه للمجتمع وإلى تجريده من القيم والمثل اللي تقوم على اساسها معناها العلاقات الانسانية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات حتى احيانا الدولية باش من بلغش معناها ظهر التوجه هذا وكتب فيه الكتاب ونظر فيه المنظر والدراسات والبحث حدث منذ تقريبا المنظر والمفكر الإيطالي العالمي شهير أومبرتو أكو بالضبع اللي قال منحت الشبكات الاجتماعية الحق في التعبير لجحافلة من الحمقى الذين كانوا لا يتكلمون إلا في المقهى ولا يضرون بالمجتمع وكان يتم إسكاتهم على الفور اليوم لهم نفس الحق في التعبير عن رأيهم مثل الحاصل على جائزة نوبل يعني قولة شهيرة جدا للمفكر الإيطالي الكبير الراحل أومبرتو أكو هذا منذ الألفين تتنبأ بما يحدث الآن صحيح والحقيقة اليوم وقت نشوف المشاهدة ونشوف هالمواقع تلمت هالسور وتلمت وتطبع مع هالثقافة الواردة علينا التي أصبحت لها مؤثر وتأثير جد سلبي على الشباب والأطفال التشخيص موجود والناس لكل معنتها إلا بعض الفئات تشخيص الوعي هو المش موجود الوعي في علاقة بشكون الوعي وعي شكون اللازم السؤال اللي يطرح نفسه لهنا شنية الحلول إن كان على المستوى الفردي ولا الأسري ولا الجماعي ولا على مستوى حتى يعني الدولة لأنه الدول معناها الأمن القوبي للدول هو أمن اجتماعي هو أمن ثقافي هو أمن فكري ونتذكر ومرة أخرى نعيدوها رئيس حكومة دولة رئيس حكومة دولة تدعي الديمقراطية قال إذا تعلق الأمر بالأمن القومي هل الشعارات الفتفاذة هذه الكل نخليوها جانبا ونمنع فما مواقع وقتها وصفحات والتوى في علاقة بالوضع العالمي فما دول إذا كان موقع ولا صفحة ولا حاجة على الشبكات وعلى المدونات وعلى الصفحات وعلى الإنترنت بصفة عامة هي منعوها ما عندهمش حتى مشكلة لابد وانت نبدأ من وانا انشاط رأي لابد من تشريعات قانونية تمنع الحاجة لأنه اليوم المسئولية أو الحاجة المسئولية على مستوى الأسرة انتم مشكورين الوطني الأول بلنا مشكور لأنه خليتوا صوت الحق للقضية لكن أخنا هنا في الوطن يقول في التلزة تنسية نخشى ما نخشاه أنك وما أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي اليوم صوت الحق بالطريقة ذيك لابد أنه هالمجتمع من كان صوت القيام والأخلاق هو المهيم لابد أن صورة القيام والأخلاق تكون موجودة في كل بقعة في كل مكان وفي كل زمان لابد أن ندافع على الحق بشراسة كما يقول في الهوني دعوة لكل المختصين والباحثين أنه يبرزوا هالمخات هذه عملية وعي على قتلك هذه الصوت هذه لازم يعلم الأسرة لابد أن تتحاور اليوم مع الأطفال ومع الشباب ونعطيه البديل هو وداوي نيبلتي كانت وفما تطبيقات معناها صغيرة تتنزلها على جوالك تجم تراقب بها جوال ابن تنجم فما حتى شكون معناتها من هاتف يسير جوال ابن ويشوف وش فيه ويشوف فاش قاعد يشوف فاش قاعد يععم عن بعد معناها أنا فما جمعية سيزياد أنا نحب حلول عملية عملية أنا توصلت مع جمعية لاية بالتكنولوجيا قلنا عليش ما نعملوش كرياسيون حتى كان حتى التفل محتاجة على أقل قيوم حفظ أعطينا أعطينا اليوم نحكي شباب يبحث عن مضمون راقي أعطينا هم بيدوا يصنعوا المحتوى تصبح الأطفال بيدوا وشباب صنع محتوى لكن المحتوى من ناحية المضمون الراقي نشجعوهم اليوم الأبطال في الرياضة وفي الثقافة لابد نصفق وفي العلم وبالتكنولوجيا واندي كنت تحكي على الذكاء الإسطناعي لابد لحدنا نموذج لشباب الرأى لدكتور سيرين الخميري لابد أن نصفق عليهم لابد أن ندعموهم لابد أن هالصورة الإيجابية متاع الأطفال نبحث على برامج ثقافية برامج تربوية تخلي الحقيقة البديل المشروع البديل يكون موجود مشكلة برهيم لهنا توأحنا في التلفزة الوطنية في برامجنا وانتي تعرف وكل الشرفاء يعلمون نحكيه وكان على المواضيع اللي معنتها ذات القيمة وذات المنحة الإيجابي واللي بعيدة عن كل الشوائب اللي معناها يمكن أنها تحرج ولا تحيل على التفاهة ولا غيرها ولكن لو تجيب واحد حصل على جائزة نوبل وتعمل معه حوار تلفزي نسبة المشاهدة باش تكون ما أكثرش من 2-3-4% بينما التافيهات والتافيهون هدوم يحقوا فين يسب مشاهدة قياسية واللي عنده مع احترام إليهم البشكوت والمشروبات الغازية ومنعرشوا شنوها يمشي يعمل إشهاره وعند التفاه وعند البرنامج اللي يعدي في التفاه ممشيش يعمل إشهاره وعند البرنامج اللي يعمل حوار مع الموضوع اللي حصل على جهيزة نوبل الحلول اللي هنا التشريعات القانونية هي التي لابد هنا قانون والحمد لله نحن توأصبحنا نحكوا على جمهورية فيها قانون والحمد لله انتلاقة جديدة إن شاء الله هذا اللي حشنا به ومسار جديد ومشي يليش نصبره أكيد معناها الحق دي مش يكون موجود اليوم وقته انتوا تتناولوا في المحاورة دي قاعدين تبحثوا في البعد المستقبلي وفي البعد اللي نجم ونبحثوا على الحلول هذا هو المطلوب مطلوب كلا عبادة كل تتعاون مبعادها كتاق المؤسسات وكل مبعادها كتاق الأسرة تخدم التاقل المؤسسات الثقافية والتربوية تحكي على المواضيع وتلوج على البديل اليوم وقت ينلقوا الأطفال والشباب قاعدين ينجوا في محامل ومحاور ثقافية تربوية ترتقي بالخلق والقيام هذه لابد لازمها يتصدروا المشاهد المواقع يلزم وداويني بالتي كانت هي الداء يلزم أحنا الوسائل هذه نستغلوها نستغلوها في الإيجابي نحو الأفضل بالعكس في الإيجابي بطل السحر يعني بطل السحر والسحر يعني الحاجة اللي هم قاعدين يحبوا بالعكس يحبوا يهزون إلى مجتمع معنا فيه الهشاشة النفسية متاعه نحن نتمسكه بالهوية متاعنا أكثر ونتمسكه بالموروثة متاعنا ونقدمه القدام أكيد تونس مش تكون بخير وقت كنا نحطه يدينا على الداء واللوجه على البديل إن شاء الله أما حتى الرد عم عندك مدقول فيها بطل السحر لازم وضروري ومهم ومطلوب شكرا لك إبراهيم الريحاني المختص في قضايا الطفولة والأسرة ومستشار قاضي الطفولة ملمح بغتخي لحيرفية مختصة في صناعة المسوغ ثم نواصل في الاستضافات اشتركوا في صناعة المسوغ فيها تنجمة تقول من كل شوية شوية لمها من الشمال للجنوب كوكتيل من الصناعات من الصناعات التقليدية تنجمة تلقى من الكيف القرقنة بيجا عند راهم الساحل ساجنين بوتخي ساجنين سمامة القاسرين تونس العاسمة شوية من كل شوية اللي نقدر عليه أنا نعمل بيجو اللي هو ستا ميلانش ما بين لوح الزيتون والفضة ستون كرياسيون اللي أنا عملتها في 2018 عملت شوية رشاش كل شيخ اللي لقيت فما ما فماش ما أحلى من لوح الزيتون أول حاجة ساعة لوح الزيتون حاجة ناتوري حاجة بيو حاجة كيفية معنا تفغيما البيان في النفسية متاع العبد ومع الفضة أعطاتها ميلانج وعطاتها مغياج هيس الحلو شبديت حكاية غرامك بالصنع التقلي والله هي ما فرماتيون بدباز أنا جيستيونير وعندي غرام عندي غرام لي أنا صغيرة نحب الاختزانات نحب حاجة هكا تكون أونيك التيبيك عندي الإسفري كرياتيف نحاول ديما حتى ما في في لبستي نكون عندي حاجة اللي ما تشبه لحد منحب حدي شبهنه نحب نشبه حتى حد ديكوف والله الغرام هذيك بشوية بشوية بعم المرة اللولة كيمة الناس الكل عرس وصغار ومعترك لحيات وكل شيء الحمد لله وقفنا على ساقينا وكل شيء وبعد رجعت كيت بربش شوية هكا روحك تلقى كل غرامة ذيكا مازال موجود هكا ويدغدغ فيك ولا موسيقى اقبال على صناعة تقليدية يشريوا قاعدين التوانسة مش برشا لحقيقة التونسي دي ما بالنسبة لي هو الصناعات التقليدية تقوش عليها حاجة بشي زين بيها ثانوية بالنسبة لي هو ماي مايهوانش عليها برشا لحقيقة تعربي محبو نقول حبو تونس راهو اذا كان منحبوش بلادنا ونتعلمو نلبسو ونشجعو على خطر الكل يمشي للكونومي بتاع تونس صورة تونس اول حاجة سعى هذي كان بتاع تونس ثاني حاجة الاقتصاد بتاع تونس اذا كان انتي تستهلك تونسي تتعاون وتساهم بطريقة غير مباشرة معناتها انتي عاونت في الاقتصاد انتي عاونت في حاجة بطريقة غير مباشرة وختام هامسك بالثقافة وبالفنون ويشرفنا بالحضور الدكتور رذا بن منصور الاستاذ الجامعي في الموسيقى بجامعة ليون دو بش نحكيه على نجع الفن والنجع هي عبارة تونسية ولكن متدولة في المغرب العربي وخاصة في تونس والشقيقة ليبيا فيها معاني كثيرة في علاقة بالصحراء وفي علاقة بالقبيلة وفي علاقة بالبادية وبالارتحال وبكل أجواء المميزة بتاع صحراءنا هكا ولاي دكتور مرحبا بي عايشك مرحبا بي صباح لكل ولياسمين هتكسح زياد على استضافة العفو هذا واجه إذن تدرس في فرنسا بعد طبعا أن كنت في المعهد العالي الموسيقى بتونس فأنت خريج المعهد ولكن رغم ذلك القلب في تونس التدريس في ليون 2 اثنين جماعة ليون 2 والتدريس في تونس ونجع الفن في دورتي الثالثة نجع الفن هو هو القلب هنا نعم في تونس وخاصة في الصحراء أكيد نجع الفن هو فكرة جيت من الصغرى متاعي لأنا عشت في دوز وكنا نعيش إضافة لأن تواجدنا في مدينة دوز نمشيوا للصحراء نعيشوا في شكل نجع ذلك عائلات وكانوا في الليل الناس تتسامر معناها غناء وشعر وكذا معناها كأنه هكا مجتمع فني مصغر نعم بعد كبرت عندي الفكرة جيت هكا علش لي من عملوش النجاح ذلك في شكله الأساسي الحقيقي ولكن تواجدوا فيه فناني نعم فجت فكرة نجع الفن هي مهرجين يضم الفنانين من كل الشعاب يعني من فن موسيقى كوريغرافيا مسرح بش يتجمعوا كلهم مدة أسبوع بش تخرج منهم الأسبوع هذا من إلى دكتور من 27 أكتوبر يوم الحد القادم من شاء الله هنبدأوا في دوز حتى الاثنين نوفمبر من 27 أكتوبر الاثنين نوفمبر طبعا تتزامنا مع العطلة العطلة المدرسية معناها هذا دليل على حسن اختيار التوقيت وبما نحكينا على الزمان هاتنا نحكيه على المكان أيضا المكان هو دوز هو مخيم صندريلا في دوز مخيم يقع في أطراف دوز يحل على الصحراء يعني أنت في المخيم ولكن تفتح على الصحراء بشتواجدوا فيه الفنانين وكل وأنها من دول الشقيقة والصديقة عندنا ألمان من ألمانيا عندنا ضيوف من الجزائر من ليبيا أمامنا المعلقة هل نجعل هذا هل نجعل الفن معلقة جميلة في حقيقة الأمر معناها فيها رمزية كبيرة الخيمة والصحراء والموسيق والموسيق والفن والفن إذن لو تعطينا فكرة على برنامج هذا البرنامج هو عندنا إقامة فنية البرنامج هو عندنا دابوغ إقامة فنية كبيرة مع زوز فنانين كبار من تونس اللي هم زياد الزويري وكريم ثليبي اللي هم فنانين معناها معروفين على الساحة الموسيقية وعملوا عروض الصيفة ذاية عملوا عروض في الحمامات وفي كارتاج هذوما فنانين مجدين يعني فنانين عندهم فكرة وعندهم مشروع فخدموا معنا عم نور في الدورة الثانية وتواصلنا معهم في الدورة الثالثة هذه لإقامة فكرة مشروع فني وإقامة فنية مشاركين فيها موسيقيين من تونس من عهد العليا الموسيقى ما أحدهم عن الموسيقى سوسة تونس وصفاقس عزفين الممتازين ومعهم العزفين من ألمانيا من مونيخ ومعهم عماد عمارة في الكوريغرافيا اللي هو رئيس الفرق التصور الفرجوي والكوريغرافي ومعهم الفنانة يسر هلول في دار بلاستيك في الفنون الجميلة ونخدمه كلنا على بروجيت اسمه رملة يعني أحنا بشيكون رملة فكرة الرملة وكلمة الرملة واني نشوف الروس دوساب المقابلتني والريح والصحراء هذوما الحاجات اللي عندهم علاقة بالصحراء نعم انتلاقا من هما بشي يصير ثم عمل فني كل فنان بشي يعطي من روحه انتلاقا من الفكرة هذه 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 الإقامة الفنية الكبرى الإقامة هذه نجم قوله الدائمة المتواصلة طيلة الأيام طيلة الأيام هذه بشي تكون هي بعد تالي تسمع بعرض فني بعد اسمه رملة يعني هو المهرجان عبارة على بيبينيير عبارة على مشتل معناها للكتابة الأدبية خصصناها لأطفال في دوز لأنه العطلة كما قلت سياد تم العطلة والأطفال في دوز يزمهم يشاركوا زادة ونشاركوا الجهات اللي معنا في فك العزلة تقريبا ثقافية اللي يمكن يحسوا بها الكتابة الأدبية خصصنا احنا بدنا مع الوزارة التالية المندوبية الجوية التالية المشكورة في اختيار التلاميذ الممتازين في الكتابة نعم وباش يشرف عليهم الأستاذ والشاعر والأديب شهاد بن عمر في كتابة نصوص أدبية مهم جدا اللي يشتغلوا على الفن وعلى المشاريع الفنية الذات الخصوصية أنهم يتعاملوا مع المندوبية الجهوية للتربية ومع السلطة المحلية اللي مختصة في التربية والشباب والثقافة مندوبيات على الأقل باش يكتشفوا المواهب وباش يوظفوها في مثل هالتظاهرات القيمة أستاذ ومربي معناها وبغطي ليدوكاسكات منك ميزيسيان موسيقي ومنك معناها يعني مشتغلة على الثقافة وأيضا ما تنسيش أنت رجل التربية تعليم حتى تعليم العالي نسميه معناها إحنا وزارة تعليم التربية ليدوكاسيان قاعدة تشمل قطعية التربية وتعليم العالي حتى لعام 78 وقتها باش وليت وزارة تعليم العالي وحدا وتفرقة في التعليم العالي لأنه تفرقة إدارات هذا هو هذا هو هذا التعليم تعليم كله نعم أحنا حب نشكر زادا بالمناسبة للسلطة الجهوية والإدارات الجهوية يعاونونا برشا زادا الثقافة السياحة المندوبيت السياحة معناها المندوبيت التربية نسينا السياحة مهم حضور سلطات سياحية تم جانب سياحي في المهرجين نعم طبعا هذو معاونونا لأنه معناها حسوا أن المهرجين يعني يحاول يعمل حاجات في الجهة نكمل لك في البرنامج فضل وعندها ورشة فنون تشكيلية يوسر هلول اللي هي في البروجين متاع رملة تخدم زادا شوية مع الصغيرات في معناها ورشة للفنون الجميلة باستعمال الرمال عندها عندها تقنيات باستعمال الرمال والبرنامج متواصل يومي بشكل يومي كما قلنا من 27 إلى 2 نوفمبر نعم وعندها صهرات الفنية طبعا عندها صهرات العسفين الألمان بشي عملوا عرض زادا للصغيرات في المدسل الابتدائي الكبرى في دوز عرض موسيقي بيداغوجي يعني في نفس الوقت هم بشي جوا بألات موسيقية ممكن الصغيرات ما يعرفوهم تيوبا ترمبون موسيقى نحاسي معناها عرض كلاسيك وبعد تالي يفسروا للصغار شنية الآلة هذي شنية كيفية تستعمل تاريخ هذي معناها إحداء من المهرجين للصغيرات في دوز وعندنا عرضة معناها عندنا صهرة الجولة الصحراوية اللي هي الليلية اللي هي مهمة ياسر لأنه هي فكرة الموسيقى والصمت احنا بش ندخل في الأصداد في الصحرا بش نخرج في الليل بش نخرج ونتمش على ساقينة في الزيم في الصمت هذيك ليل حتى نلقاه ميزيسيان وبحليها الضو وبعد نخرج من الصوت هذيك متاع الموسيقى نخرج في الزيم دورة جولة وبعد عرض كورال رانيم هذو معناها زملائنا من الجزائر كورال معروف ياسر نسائي والاختتام بش يكون فيه اختتام الإقامة 24 التنسيق مع الجانب السياحي في كلمة لأنه مهم جدا الحضور أنه يكون معناها عنده أهدافه طبعا تنشيط السياحي بالإضافة إلى المقاربة التقليدية للسياحة التنشيط الثقافي والموسيقي والفني مهم جدا أيضا دكتور السياحي هو البوليس السياحي هو أنه احنا مفتوح المهرجان يقول القائل يتفرج فينا الإنسان يقول هذا مهرجان للموسيقيين هو مهرجان نسكل نجم أي شخص أي إنسان تنسي بعيلته وتعطله يجي يدخل ولا أجنب يزد ولا أجنب يجي يدخل معنا في النجع ويعيش معنا فهمتني ولكن يشوف الموسيقيين كيفاش يبرفو يشوف الفنانين كيفاش يخدمو يشوف معناها هو جوان تغلوتين معناها الموسيقى ومعناها فن معناها هو مهرجان فني والسياحي المزج بين المتعة وكل ما هو ضروري معناها هذا هو المطلوب وما فهماش فضاء أرحب من فضاء الصحراء المفتوحة أمام أو قبالة مدينة دوز المرزيق هما أصلا متسمين عن نجع هكذا طبعا يعطيك صحة لدكتور رضا بن منصور صاحب نجم نقوله مشروع نجعل الفن هو مشروع قبل ما يكون حاجة أخرى هكذا هو حلم حلم في دورته الثالثة من 27 أكتابر إلى 2 نوفمبر بفضاء معناها ذكرته مسلش في تخوم على تخوم مدينة دوز الفيحاء الموعد إذن في عطلة نصف الثلاثي الأول مشكور وإن شاء موافقين صحياتنا لكل من رفقنا طيلة هذا المباشر خاصة الزملاء والزميلات خلف الكاميروات مشاهدة طيبة وممتع لبرامج القناة الوطنية الأولى إلى اللقاء غدا في صباح الفل والياسمين ورحم الله أو شهداء أو شهداء الحرية في فلسطين ولبنان وكل مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر